أنك تبحث بالمجهول عن المجهول أي سفرة أنا أعتبرها إذا بعت عن شغلات خرابة واخر عن مخدرات واخر عن السهر أمان بدي أشبه الشغلات فهام سيصرفي احتمال أنه ما تصير أمان للدولة مو بس غيرت الدولة غيرت طريقة السفر زاد وياي مستوى المغامرة مرة ركب طيارة أنا خاف من طيارة ركب طيار لا بس الدولة ممكن يكون فيها جرائم مثلا أعتبر الكويت ممكن يصرفيها جرائم أنت تحكم بالميزانية بدون ميزانية تروحي عن حتى دينار ما عندك أبي أسكن عندك بس ترى ما عندي فلوس أنا هالغابة كان فيها مثلا خنزير البري ولا الدوب أنت بس خليك حمالة أو بورتر يسمونها شيل الجنطة وروح لماذا ما تسويها رحلات ويكون عنده فكرة شون يسافروا وهو مشرد ويكون عنده فكرة شون يسافروا وهو مشرد ويكون عنده فكرة شون يسافروا وهو مشرد تشوفوا اللي قروب لوياك إذا كان عدد أقل بعد أزيد مستوى العذاب أكثر هؤلاء الضار مشردين ثلاثة ليلة بنزني نار أنا أحترى منبه محط متى ما قاعدت من النوم هني يبدأ يومي ثلاثة يام هذا ما أشوف فيه ولا شخص كل واحد لطريقته وما في شيء يسمي صح ولا غالط عبدالله أنا لحين أشوفك أنت إنسان مغامر لأبعد الحدود بالإنستجرام ولا وسائل التواصل الاجتماعي أشوف كل صورة في صفحتك بدولة غير بجواء غير بتطاريس غير بشكل غير عكس شخصيتك اللي عرفتك فيها أيام الدراسة يمكننا ظهار صح كنت ما تطلع بره منطقتنا يعني مدرسة كرة بيت مدرسة حتى في عطلة نهاية الأسبوع إحنا كنا نطلع رابعنا كلنا اللي في نفس المرحلة السنية أنت كنت قاعد منطقة تقول هذي دولتي صح منطقتنا صح ولا لا حين أشوفك ما شاء الله هاوي للمغامرات يعني بكل أشكالها شلون صار شغفك حق المغامرات وشون من أنت ما تطلع من منطقتك إلى أن وصلت لها المرحلة أنك لفيت أغلب دول عالم ما شاء الله أنا ما أدري كم دولة أنت رحت ولكن تبارك الرحمن كل ما أقول لك هالدولة تقول لي زرتها هالدولة بس موكلهم طبعا حيلا ولك اللي بالي بس سرفت المغامرة صح وياك ما كنت أطلع من المنطقة لأنا ما كنت أحب المغامرة سرفت أني أغامر بشيء ما أحب صارت صدفة أني كاعد بالدوانية وشخص قاعد يقول لي خلس سافر وإنت تسافر قاعد يقول لي أو يختار الدولة اختار رومانيا مثلا ما ضبطت رومانيا بعدها رحنا للسويد بداية هذه أول سفرة حياتي كأول سفرة في حياتي أول سفرة حياتي هي أول مغامرة وافتحاتي يعني السفر هو المغامرات كانت بالسفر بالكويت لا يوجد مغامر لأنه عندي أنا جون بالثاني مثلا هناك ناس عندها حداق وناس يذهب كشته وناس لا يوجد هذه المغامرات بالكويت كرة ورجع البيت قاعد إذا تذكر كرة ورجع البيت صارت من أول سفرة التي صارت صدفة هي الفتحات للباب في أي سنة هالي 2007 كنت توني متوظف وفي شخص صاحبي الدوانية قاعد يقول لي شرائك نسافر وكذا أوكي أنا أعتبر هذا أول مغامرة أن شون طلعت من المنطقة لدولة برنا واحدا ما بالخليج بعدها أوروب رحنا للسويد بالسويد بدايتها السفرة العادية التي تذهب مكتب سفريات تحجز لك فندق وكذا بس بالنسبة لي مغامرة حلو أنا تعريفي حق المغامرة التي وصلت للحين غير عن قبل بس تعريفي الحين أنك تبحث بالمجهول عن المجهول الحين الحين قبل وشلون وصلت لها قبل بس تجرب شي بس تعرف عنك المغامرة مثلا واحد تقول تأع الكاشتة تسأل شون رح سوي فيها شون رايح سوي شي يديد بس أنا أعرف كل شي عنه تفاصيل الحين لا مهام إذا تغامر صج لا تهمني التفاصيل بس أقول لك شون وصلت لها بدايتها من السويد أول رح لحقي خلاص غمرت أني طلعت من المنطقة رحت كدنا دور على البرد لأن الكويت حر أبي شي غير أبي شي غير عن الجو الكويت شون أكي البرد هناك هني حر هذه مغامرة عندي وطلع مغامرة ثانية كل شي كان مغامرة مع الوقت يعني أهم استفرأ الرحلة التي بعدها رحت السويد بس شمال السويد لأنني لم أحصل شي أبي بأول رحلة اللي هو البرد كان درجة حر سبعة نفس برد الكويت أنا بيل البرد صج شي غير عن الكويت السويد سألت فيها قلت لهم من لا برد أنا أحق البرد وقال سألت بعد شهرين وقلت الشمال السويد إصاد في شهر 12 ردت الكويت وبعد شهرين حجزت أخر طريق مكتب استفريات حجز لكل شي رحت الشمال السويد حصلت اللي أبي اللي هو البرد بس ما أعجبني بس أسمها حينا بالنسبة لي مغامرة لماذا لم أعجبك مولي برت بزيادة لا أستطيع حرك لا أستطيع صور كاميرا لا أستطيع التعليمات حتى من تدخل في اندق ترى التلفزيون يعملون لك التعليمات مثلا ترى الشبه سيكون فيها الثلج لا أعلم أن الثلج ترى إلى الثلج سيقل سيقل سأعرف سيقل 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 الثاني المنطقة لا يوجد شمس لا ترى شمس كلها ضلمة أربعة أيام لا ترى الشمس أنت تبع شيء غير عن الكويت شيء غير كان غير لا يوجد شمس بالضبط لا تدري عنها درس حرارة مائنس درس حرارة مائنس 37 37 فهذا كنت تتبع لماذا لا أعجبك لأن الشمس المحلات تتسكر بسرعة لا تدري لا يوجد وقت على الأقل في شمس تتسكر شيء لا تدري فالوقت كان غريب 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 و لم أعجبني لم تتقبل لكن مع الوقت استمتعت أن فعلت مغامرة يديدة أنا أرد على أول نقطة أول سفرة لما قلت لي أذهب إلى السويد أريد تفاصيل الرحلة الأولى تهمني أكثر واحدة التي طلعتك من المنطقة بالنسبة لي مهمة التي من من منطقة الراحة منطقتك منطقة الراحة منطقة ثانية لكن مستوى الراحة كيف سافرت ؟ قلت لك واحد من ربع و سافر طرب بالنسبة و سافر كنت لك شخصا غالط و تدري أن ما أخرج من منطقة أردت منطقة و أردت أنت الوحيد متوظف و أمش 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 ما أردت و أمش و أمش على أساس مختارة حتى هو ما يدري طبعاً كنت رومانيا تدري وين بالخريطة ولا كنت تدري وقتها ايه يعرف لا سافر معلومات عندي معلومات ايه عندي معلومات مو نفسه الحين بس معلومات عامة عندي مو لاح الدرجة زين قال لي يمشي رومانيا راحنا السفارة الرومانية راحنا وقت اللي كانت مساكرة يعني راحنا عاصر انا منطلع الفيزا ما نعرف لا نسافر ولا هو يسافر بس أنا بنسافر ما شوي يعنا راحنا منطلع الفيزا وطقينا الجرس طلعوا من الدريشة اتوقع سبونا المهم لطريقتهم خلت هذا صاحبنا سيبال رومانيا لا ليش؟ اتوقع سبونا زفونا يقول زفونا لان انت ايه انا طانين راحنا ما نعرف راحنا العاصرة ومزاجنا تروح نص الليل يلا كاين طلع الفيزا راحنا ردين دوانية وقال لي خلاص انت اختار انا اخترت غلط انت دورك اختار دولة هني لقيت لك سعب بشي يديد تدور عليها بس كتبت ابرد مكان ابرد دول وطلع علي السويد وغيرها وغير السويد ورحت مرتين الى حين السويد ورحت اكثر من مرتين لا نتكلم رحتها مرة الأولى ورديت الكويت قاعدت شهرين ورديت رحتها مرة ثانية وحصلت لبيه بالثانية ليس بالأولى اللي هو البرد ايه البرد اللي ما حبيته بداية ايوه تعادت رديت رحت مكان غير قلت خلط لبرة القرى عشان اغير المغامرة شي ثاني لان خلاص او ربا حضرت بالبرد والشعب ما يتكلم خلال جارة مكان ثاني شون الشعب ما يتكلم يعني مجتمعي يا غزدي مجتمعي تسأله عن شي ما يرح يجاوبك رح ساعدك بس تبي صالفة تسالف معه وتاخد تاتي ما فيه طريقة من شغل للبيت وكثرة ما في صالفة واحد فاضي لك في الشارع تروح مثلا نيب الكويت تقعد بحديقة واحد يليك بيصالف معك يلا عشر ساعة رح تشوفك اي صالف معك ما فيها الصالفة هناك دواوين شي ما رح ما فيها الصالفة بعدها رح تفريغيا رح تكينيا وتنزانيا غيرت الغارة بكبرها ايه الغارة بس على مكان معروف وسهل يعني كينيا تنزانيا اماكن سياحية بفريغية اماكن معروفة وكذا اتجرب فيها الشعب غير فكرة كانت ان انا باشوف الشعب غير او استنست فيها على الشعب بس اللي بعدها السفرة اللي بعدها قلت خلال نفس الشي دام عندي فيزة توروبا خلال الحق عليها مالتشنغن خلال الحق عليها واسافر شمال أوروبا رديت نفس الشي السويد بس شبكت ما اهد دول اليوم النرويج تنمارك ايسلندا وجزير فارغ خمس دول يعني وصاره بش كتر هذولي الحين صار عدة رحلات اربع رحلات يعني عدة رحلات هل هذولي صاروا ورا بعض سنة خلال سنة شهر عشرة اثنى عش شهر خمسة وشهر تسع على طول كل ساع دولة غير رحل نصار ايه يعني حتى للإجازات كانت إجازات تغريبا على عياد وشي تشعر المزوم بالإجازة مثلا شهر مرات ما تكون عندي إذا في عيد ولا شيء أخذوا وسافر في السفرة كثيرة هذة اللي 12 يوم ثمانة أيام اوكي بعد كينيا وتنزانيا رديت أوروبا هذه اللي حين كلها السفرة عادية نفس المغامرة ما زدت شيء ولا غيرت شيء نفس مستوى المغامرة واللي بعد نفس الشيء بس قاعدة أغير الشعب والدول بس طريقة السفر نفسها هلو الحين تغيرت الشعب شفت أكثر من شعب هل.. ما فيش تغير علي بس الشعب الشعب ثقافة غير وشيء بس أوكي سارفة أنا قاعدة أقدت لك الفكرة حين قاعدة غامر يعني السفرة الأولى افتحت المغامرة فالحين كل فكرة أنا قاعدة أزيد مستوى المغامرة تغيير الدولة كان فكراً أزيد مستوى المغامرة وطلع بيّنوا يعني غلط مو هذا اللي يزيد المستوى المغامرة مو تغيير الدولة هو اللي يزيد المستوى لا أنا عندي أنا قاعدة مو تغيير الدولة تغيير طريقة السفر هذا اللي سويتها بالمكسيكا أول سفرة كانت في المكسيكا 2011 أو 2010 أهنية بالبالي الفكر سفرة 45 يوم سفرة طويلة ختكون أول بدأت المغامرة خليها شيء مو 12 يوم وخلاص أرجع لا شيء طويل 45 يوم برا الكويت والشيء الثاني بعيدة حيل المكسيكا يعني مو أوروبا ست ساعة رح ترجع هني لا فيها إذا صار شيء رح تتردد أنك ترجع رح تقو سفرة بعيدة و رح تتردد أنك ترجع لكويت فرح تكمل غصمة عليك والشغلة الثالثة 45 يوم ميزانية مثلا دينار ما رح تقدر أسوي فيها فنادق أربع نجوم رح تتطر تسوي شغلات تتغير طريقة السفر حتى تزيد مستوى المغامرة رح تصبح مرتبطين بعضا بسببت الميزانية زيت مستوى المغامرة صعوبة المغامرة ليس صعبتها مستوى ليس صعبة ولكن مستوى المغامرة حلو؟ حلو في المكسيك أول مرة تجرب فيها مثلا هوستل للسكن الشراكي يكون صراح لنا عن الهوستل؟ إذا فيها أحد ما يعرف شون هو هوستل مثلا مثلا الفندغ لك غرفتك وغرفة وفيها حمام بالهوستل مثلا 8 سرائر أو 20 سرير أو كذا على حسب الهوستل الغرفة فيها من 4 إلى 20 والحمام مشترك حلو؟ فتسكن مع ناس ما تعرفهم؟ مثلا إذا كان سعر الغرفة بالفندغ نفرض 40 دينار في الهوستل 40 دينار تتقسم على هل الأشخاص الذين داخل هلت الفكرة؟ فتصير ممكن بدينارين؟ نعم كانت أحجز بدينارين بالمكسيك أولا جزائي كلها بدينارين خلال شهر ستصير 60 دينار خلال شهر ستصير 60 دينار شهرين مثلا 120 دينار انت هذا سكنك بخلاص حق سفرة شهرين 120 دينار كانت أول سفرة حقي قاطها بشم 3-4 أيام بالسوعد فرقت وايد سارفة الهوستل كانت أول تجربة تجربة الهوستل نفسها تفتح وياك وياك موضع ثانية إن الناس اللي رح تشوفهم وياك القفر رح تسالف معاهم كلهم يسافرون وكلهم نفس الطريقة مجربينها تسالف يعني واصلينها قبل كمالة المغامرة فرح تتعلم منهم شغلات زيادة رح تأخذ منهم تحلت الأماكن يعني تسأل وين روحتمت بالدولة هذي؟ كم يوم صار لكم؟ في ناس انت تتوق واصلة هم خلاص هذا آخر يوم بيمشون ففارها قبل ما يمشي وين انت بتروح؟ يسألك وين انت بتروح بروح المنطقة مثلا وين انت بتروح نفسك فرية المكسيكوية عرفت كلها على كلام اللي شفتهم بالهوستلات وانت حط باركتنا مناطق بسببت اللي قابلتهم بالهوستلت رح مناطق ثانية انت زيت مستوى المغامرة عجبتني الفكرة وكملت فيها كم سنة يعني نلمس الشي السفرات اللي باعتها صارت خلاص هذا عجبتني نروح هوستل بدل تاكسي لأخذ باص وبروحك السفرات الآن؟ كلها بروحي كلها بروحي من أول سفرة أول سفرة إلى ليل مكسيكو وغير يعني بروحي كلها بروحك بدون أي صديقي ايه في سفرات بعين تصني مثلا واحد بيشاركني وكذا اوكي بس سفرات بداية احجز بروحي أنا ان على اساس انا رايح بروح حتى الشخص بيسافر معاي اقول له ترى اذا بتسافر معاي عادي اشوفك اول يوم بالطيارة واخر يوم بالطيار اذا قالي اوكي يلا وياي لأنا ما ادري اعرفت طريقة ممكن اسلوبة غير او شغلات ما تعجبها انا سافرت النوم مثلا مسافر بانت برتاح بقعد من نوم العصر خاص يبدأ يوم العصر يوم بقعد الظهر يوم بقعد الصبح ما تفرق وياي فيه ناس لا ليك لازم كل يوم نقعد الصبح نحجز الفندغ الفندغ فيه مثلا الفطور مجاني لازم نروح ناكل ما بقعد الصبح فلازم يعرف خاص طريقتنا متى ما قعد من النوم تقعد وتمشي يبدأ يومك تقدس النوم اوه فبالمكسيكي قلت لك المكسيكي هي بداية بداية سابت مغامرة زدتها مستوى كبير مو بس غيرت الدولة غيرت طريقة السفر زاد وياي مستوى المغامرة صرتها تنقل بالبسط واسكن بالهوستيلات غيرت الطريقة كلها هنية لك فكرة السفر في تكاليف من خفضة ايه بدايتها بدايتها في المكسيكي في المكسيكي انها خلاص بداية السالفة اذا الف تقعدني ثنائش يوم كانت قبل او ثمانة ايام صارت اقدر قعد فيها شهر شهرين ثلاثة ا اربع عاد بنفس المبلغ انت تحكم بالميزانية حتى بتروح الدولة غالي خلاص بالدام في هوستيل وشغلات شهرين انت رح تحكم بالميزانية وبالمكسيك نفس اذا كان شفت واحد مكسيكي بعد قال لي على موقع ان الناس يستضيفونك وكذا يعني ساكن حتى مجاني سير ما لتدفع فلوس وكذا جربتها؟ جربتها جربتها في افريقيا ايه هذا موجود في اغلب دول عالم او في دول معينة؟ بكل دول عالم بس انا جردت في افريقيا ما جردت مثلا بو ربا قلت لكم اجتماعي وصعب اصلا ان احد يقبلك عادي حقق قوية عشان بيستسكن عندك مو نفس الفارغة مثلا رح يقولك ايه افريقيا ايه افريقيا دول خليجة ودول عربية دول امريكا اللاتينية نفس التقافة تروح مكان بس اي وقت رح يقولك حياك حياك ما رح يقولك تدخل عن طريق أبليكيشن ايه أبليكيشن 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 كاوتش سيرفينج كاوتش سيرفينج ايه خلاص تدخل وتحط على الدولة اللي انت تبيها وتشوف ناس يبيهم يستضيفون يعني انت تعظ خدمة وهم حتى ما ممكن تحط بس ان انا رحي من هالتاريخ لها التاريخ في ناس هما يدشون عليك يقولك اوك تعال بيستضيفك ممكن لان انت تدش على الشخص نفسه وتقول لان ترابيه تقدر تستضيفني يعني بعضهم يحط لك يعني الان هذا فاضي يقدر يستضيف مو مشغول تسأله وممكن جربتها بس قلتك ما جربتها وايد ان اسكنها هالطريقة جربتها في افريغيا وغيرها انا استضيف الناس بالكويت بس ان انا اجربها برا لا انا فضل الهوستل اهي اكثر شيء يعجبني الهوستل بدل ما اقعد مع شخص واحد وياي مجموعة من الناس عاربت مجموعة جسافرون احسن عندي معنى انا نومي خفيف يعني واتأذى بسارفة الهوستل لازم سماعات بس عاد عندي ان انا قلت لك الناس اللي تشوفهم الأجواء من الهوستل ممكن حتى بنفس الشيء بالهوستل تشوف شخص نفس الشغلات اللي انت تبهيها اوهي بيها فخلاص يرافجك بالسفرة ليه فترة معينة بعدين هو يسافر تشوف يعني تعرف عليه بالسفرة ويصير خاص بياك يصير وياك بالسفرة بفترة معينة فترة معينة ممكن هو بعدين قولك انا بروح منطقة هذه انت بتروح ثانية خلاص تروح هوستل ثاني تأخذ لك واحد ثاني رح تلقى لك واحد ثاني وتكمل وياه ثاني مرات مجموعة مو شرط شخص واحد مرات مجموعة ذا تتوى ذكرت ان انت نومك خفيف والتأذى من الهوستل ايه التأذى من شنو جربت هوية انت المفروض يعني ايه انا ابي المستمعين ومتابعين يسمعون يعني مثلا شخص شاخر وايد يكون شخص بالغرفة بالغرفة ما راح اقدر انا حط موسيغة طويل عادي عندي بس لا تحط واحد يشاخر مثلا ولو واحد يفتح البابه الصوت خفية تشك ما قدر انا بقعد منه فاحط سماعات وشيغل موسيغة عالية انت شنو الفرق الموسيغة صوت ايه بس فيه رتم معين عرفت الموسيغة فيها صوت الشخير في صوت ايه بس هالي رتم معين موجود اقعاء معين الشخير العادي أحفزلك ياها حوالو فا اذا الشيء ما منتظم تكدر تقول اذا الشيء ما منتظم ايوان راح اكد النو اذا الشيء منتظم تأمشي حلاص شغف منتظم لا لا انت انصدنت من معلومة طبعا الشيء الذي انصدنت من معلومة انا عرفتها لما كنت معك في ايوه في سكوتلندو ليس فقط سكوتلندو قبلها جورجا والحينيا تركيا كلهم ايه صارفت السماعات كنت تتأذى من الشخص الى شاخر اذا احد شاخر ما تنم فتشقل الشغل السماعات خاص اوكي بالاذن ايه ايه انا مرة اجربت السماعات اللي بدون وير ما تنفى هذي بطارية وتخلص لا لازم نذهب الوائر شيء مستمر بالباشرة لا انتقال من النوم انت بروحك انا احترى منبه باحط ما انت ما قعدت من النوم هني يبدو يومي او حتى ماذا في شغلات عندي طيارة ولا شيء ما احترى منبه راح اقعد بابتها هذا انا راحضت فيك اذا شيء مهم يعني اذا شيء مهم راح اقعد علي بس اذا شيء يعني اقدر سوي مثلا ثمان ولا تسع ولا عشر راح اخليها اخر شيء راح اكمل بالنوم ولا اخر شيء تحب بالنوم ايه ليش اقعد ثمان اذا اقدر سوي الشيء ساعش ايه انا اكتشفت الشيء في اول سفرة وياك واول يوم يمكن او اول ايام لمن اول يوم لما راحنا بالغابة انت قعدت وانا كنت نايم فلما قعدت انا ولا انت قاعد وشايل اغراضك وناطرني بالمطر يوم كنا في جورجيا اذا شيء لازم اقعد تصبح كان اقول لك ليش ما قاعدتني كانت قولي انا اقدس النوم انا ما انسهلك مستحيل اقعد واحد نايم كانت قولي ما راح اقعدك وانت نايم يعني خليتني انا اكمل نومتي وانت قاعد شوف سارفة هذه النوم اقدسها يقولك سارفة بمصر عندي صاحبي مصري قاعد اسكن بالعشوائيات هناك مناطقهم يعني شنو العشوائيات منطقة سارفة يعني منطقة تكون ممرتبة ورخيصة مثلا مثلا تاجر شقة بشهر خمسة عش دينار حق شهر كامل مثلا او سبعة عش دينار او اللي هو انما بلغ رخيص حق شهر كامل فعايش نفس عيشيتهم وصاحبي قال لي يا اي الشقة راد من دوام تعبان صاحبك مصري هنا مصري فمارني المفروض انه يلي ونروح قهوة وهو تعبان نروح عق اخوه القهوة قال لي خلني نام شوية و وعدين ننطع نروح القهوة واخوه الان قاعد يديق عليه قاعد يحن يالله تعال يالله تعال وكي تعال اخذ تيكتوك تعال قلت له وكي خلاص مسافة الطريج حينها ذاك نايم مفروض انه قاعدة واروح مستحيل خليته نايم خليته وطلعت بره قفلت باب الشقة عليه ورحت القهوة مع اخو قاعد يشكل تليفونات بعدها وشكل تليفونات ارجع بسرعة يفتح لي الباب انا ليش حكرني هنا ومو متغبل فكرة انه قاعدك من نوم يعني لا مستحيل قاعدك من نوم فتخلي الشخص ينام ايه خلا الا اذا قلت لك شيء مهم مثلا طيارة شيء شديد طيارة او لا مثلا مثلا انت الحين فترة كنت تسوي الرحلات او لا شغلة خلاص مجبور الجدول معين عشان لايروح اليوم انطر مثلا لاي اخر لحظة ممكن نمشي فيها اني راح اقعد لك اذا الشخص مكان نايم بس مثلا قلت لك انا قاعد ساعة ستة او لا اربع او لا ما راح اقعدهم من نوم الساعة على الساس انا قاعد خلاص ليه ليه التسوي نمشي انطر ليه التسوي بعدين اقعدهم اذا ما قاعدوا بروح بس اليوم القبل اكم قايل لهم مثلا ترا التسع راح اني مشي اذا شيء مهم اذا شيء عادي مثلا تسارفت القهوة مو شيء مهم يعني هي القهوة خليك نايم خليك نايم ما راح اصير فيك شيء عادة ما اخلص من القهوة ارجعلك افتح لك الباب بعد أطلق صراحك فهمنا موضوع النوم وياك وفي السفر نريد أن نعود للمكسيك وكانت أول رحلة في المختلف إذا أحسنت المغامرة التي وصلتها الآن أن تسافر تدور عن المجهول بالمجهول تذهب إلى مكان مجهول وتدور عن شيء مجهول خلاص لا أترى أنت هذا لدي أحسن مستوى المغامرة فقط تسافر وقط لكن لا تدري أين بدأت مثلا هذا المقصد أن تسافر مكان فقط حدد الدولة ونذهب إلى الدولة وما أفعل فيها لا أترى تذهب إلى هناك محل يبيع قواري خلال اشتري قاري وافتر بالقاري يعني ليس مخطط أنك تبتشتري قاري هذا المستوى المغامرة وصلت لأنه أحسن شيء به هذا تذهب إلى تصدم نفسك وصلت لك بعد سالفة المكسيك هذا سفر ميزانية غليلة حلو وأنت موظف لماذا الآن؟ المكسيكي موظف موظف بس لأن السفرة طويلة لا تكفي حتى المعاشمار سيكفي 45 يوم مثلا ما أخذ معك ألف وأمان والمكسيك والشديد أمان أمان أي سفرة أنا أعتبرها أمان إذا بعت عن شغلات خراب واخر عن مخدرات واخر عن السهر واخر أمان أريد أن تكون في هذه الشغلات سيكون في احتمال أنها لا تصبح أمان للدولة لكن أنت بعيد عن هذه الشغلات كل شيء تمام المفروض يعني 90% الشغلات ممكن تصبح بأي دولة بأي دولة عرفت الشغلات الثانية مثلا تقول لي لا لكن الدولة ممكن يكون فيها جرائم مثلا حتى بالكويت ممكن يصبح فيها جرائم لا تدري المستوي يختلف خاصة أن يصبح تعداد سكاني أكبر ستزيد المعدل النسبة ولكن في النهاية ليس شيء دارجي نفس بالكويت بالمكسيك تذهب إلى المكسيك وما يأخذون فكرة الكويت خطر يسألونك الكويت خطر لا يعرفونها هنا بالكويت نفسها تقول المكسيك خطر في كل دولة كل الشعوب يسألون نفس السؤال عن دولة لا يعرفونها لا يعرفونها لكن نفس الوقت أقول لك حين أنت تذهب إلى دولة مثلا مثلا أفغانستان ويت نفس خطر وكذا رحت أنت أفغانستان رحت شمال أفغانستان رح يقول خطر وكذا صح أنا أفكر فيها بطريقة ثانية في 11 مليون مثلا هناك 11 مليون أقول لهم عايشين بخطر كل يوم شان ما أبقى منهم أحد أنا أفكر بهذه الطريقة عادي عروب شون شفت العمارة عادي الوضع عادي أخير الشغلات شخص ثاني ممكن يقول قصيت علي صار وياي موقف ولا طلعت خطرة ممكن أنا وياي ما صار شي دائما بكل الدول مثلا تجربتي أن ما أفكر دولة فيها شي خطر ما أذكر دولة فيها شي خطر من كل الدول اللي رحت ما أشفت ولا دولة نرد على المكسيك الآن 45 يوم 45 يوم قدت كلها فكرة نتعلم شايد اللي هو السفر ميزاني غليلة ما بعد المكسيك حلو سفر المكسيك بس اللي تعلمت أن السفر ميزاني غليلة سهلة شي سهل مو صعب قبلها ما كنت متغب بالفكرة ممكن أو ما أدري عنها بس جربت في المكسيك وتعلم سفر أنك تسكن معنا آس تبي كذا سفر الهوستل أن أي شخص ممكن شاركك في الرحلة ما رح تكون بروحك بعد المكسيك السفرات اللي باعلي صارت نفس الطريقة بس أن أسافر ميزانية غليلة أقل من ميزانية المكسيك ولا على نفس الليفل تغريبا على حسب مثلا وياي 300 دينار سأسافر 300 وياي 200 سأسافر 200 وياي 100 بس في ميزانية يعني على المبلغ اللي عندي رح أسافر فيه على حسب الوياي رح أفكر بدولة على هالميزانية ربس أنه صار شي سهل خلاص فالسفرات أوكي صارت حيل سهلة بهالطريقة تقبلتها و قمت أسافر فيها حتى ذكر رابع بدولة 200 وياي 100 وياي 100 وياي 100 عندي 750 فلس وين أقدر أروح فيها كل اقترح لدولة 700 وياي 100 فلس أنه خلاص يدرون حتى بدولة يدرون لما أي شخص يسمعك يعني أنا بذكر القصة اليوم أسافر أنا وياك كنا في دوانيتي يوم الأثنين أنا كنت بيروح عمان صحي هلو إذا أنت مذاكر أنا ذكرك كنت بروح عمان وقاعد أقول حق الشباب يالله يالله كان يقولون ما أنا بنروح ها الشعلي قال موجود لا الشطي لا واحد واحد فظلت بروح يذكر أو شخص كان بس يبيه يمكن الشطي الوحيد اللي قال أوكي أو بس أنا تقول أنت كم يوم تبتقدون كذي كان سؤال كم يوم تبتقدون قلت لك عشرة أيام من ويكند إلى ويكند قلت لي انت كثير عندك إجازة قلت لك في إجازة كانت موجودة أو شي قلت لي كان عندي ثلاثة سابق قلت لي كم بتقطون المبلغ يعني كم راح تصرفون قلت لك ما أدري بس يعني أغدرها يمكن 500 دينار ما أدري لأن الوضع راح أسكن بفندق واروح أتمشي وارد لأن الجو حار وبانزين وقلت لك ما أدري كم راح أدفع ما أدري بس أحط لي ميزاني على سبيل المثال 600 دينار 500 دينار كانت تقول لي أنت ولي يثفرك مدة إجازتك ثلاثة سابق ومصروفك بالأسبوع 100 دولار يعني 30 دولار بالأسبوع أنت قلت لي 30 دينار تقريبا صحي 30 دينار 100 دولار 30 دينار بالأسبوع قلت لي أني ثلاثة سابق 90 دينار قلت لك ما يصير المستحيل ما يصير أربع دول حلال بعدها لا مو أربع دول بعدها حجزنا وإحنا بالدوانية حجزنا روحة إلى جورجيا بس وانوي صح وانوي قلت لك حتى أنا في النوت عندي مسجل في الملاحظات أبي أجهز حق السفرة شانا أكتب ما أدري شين اسم السفرة شانا أكتب سفرة الوانوي وحط معداتي أبي جنطة أبي ليت حق الراس أبي 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 ما أدري شنو رح سوي إياك فإني سفرتي ما أدري شنو السفرة كتبت سفرة الوانوي صح صح فإني أي شخص من بره لما يشوف أن أنت قاعد تسافر بمبلغ بسيط أنا عيت وإياك وشفت وين نصرف ما أدري قبل ما تسوي كانت بنسباك شي ما يصير صح أو شي صعب لما أسمعك أقول شي صعب شنو رح تصرف بس بعد ما سويت شبت أن الشي سهل يصير لما يصير وسهل كل شي يصير أيها قاعدة في شي في فرق بين ما أبي وما أقدر كل شي تقدر تسوي بس في شرات ما تريد تسويها هذه صرفة السفر في هذه الطريقة تصير وتقدر تسويها بس هناك ناس ما تري وفي ناس ما تدري نحن نشرح عن الناس اللي ما يدرون اللي ما تدري نفس ما قلت لك التجربة المكسيكية اللي خلتني أعرف فتحت الدرب فتحت الدرب صرفت الهوست اللي يفرق عن الفندق بدل ما أقعد ليلة 40 دينار وهذا راح تقعدني إذا الليلة بدنارين كم تقعدني كم ليلة 20 دينارين إذا ما كنا نسكننا فيهم كانت دينارين يعني نحن تسويتها الطريقة بس إنك ضحيت بمستوى الراحة راح تنحي بمستوى الراحة يعني في الناس ما تتقبل ترى ما تتقبل ليش أسكن مع أشي اسمعنا ناس ما عرف صح أنا واحد من ناس طرح ما كنت متقبل وفي الدوانية يومها كان الكل مو متقبل بس في فكرة ثانية بعد سالفة الهوستل يعني ممكن تروح مجموعة ثم أنا أشخاص تحجزهم كلكم نفس الغرفة الغرفة كلها تصير لكم كل واحد يدفع دينارين إي بسانا الحين أقول لك أقيمها على عاداتنا وتقاليدنا يمكن إيه مو حق عوائل إيه مو عوائل ولكن عادية لأننا كلنا بالدوانية شلون أعزكم الله حمام واحد حق اللي بالغرفة هذه شلون فالتصور من بعيد لما طالع الشي أشوفه واحد صار مستحيل لأسوه إيه صح فأنت قلت لي تبي تجرب المغامرة تعيش التجربة قلت لي تبي تعيش التجربة قلت لك أعيش أنا أحب أجرب قلت لك أعيش تقول لي إذا ما يزل تقول لي صح قلت لك يلا دعنا نجرب نعيش فمن أول يوم سكننا فيه شفت عادي يعني حتى إذا أنت لا تريد تتكلم مع أحد عادي كل واحد رائح سريرة ونايم ما زق تلفون ما لك شغل ما لك شغل ما لك شغل وقتها صح صارت الطريقة هذه اللي أنت سافرتها المستوى الثاني عندي من المغامرة اللي هم بزانية غليلة أنا أهم نفس الشي وصلت إلى مرحلة هذه مليت منها بزيد مستوى المغامر في مستوى الثالث عندي الحين صار مستوى الثالث أسمي طريقة التشرد تسافر بدون فلوس خلص بدون ميزانية تروح حتى دينار ما عندك تشرد مستوى المغامر راح يزيد لأنك كل ما تقل الميزانية ما عندك ميزانية مغامر راح يزيد راح تصرفوا الحين يعني الشيء عرفت بروحييك أنت من تقل الميزانية راح تزيد وإذا صار ما في ميزانية كلش بروحك زيت مستوى المغامر أنت فأنت من سفرة طبيعية قاعد تحجز عن طريق مكتب سفريات من مكتب سفريات بتضمن أنت مغامرتي طلعت من الكويت هذه البداية هي المغامرة أنا غيرت بس طلعت من الكويت بعدها كانت مغامرة عندي مغامرة ركب طيارة أنا خاف من الطيارة ركب طيارة أنت ما شاء الله لف كل هذه الدولة نعم نعم ما تخاف من الطيارة فوبيا يعني أخاف فوبيا أخاف أخاف من الطيارة أخاف من الطيارة أو ترى من أحد من الأسباب تقول لها ما تذهب إلى الدولة خاطرة أو لا خلاص أنا عديت أخطر شيء الطيارة لماذا أخاف من الدولة يعني الطيارة هي تشوفها أخطر شيء أي أي حتى واحد قلت تدري هذا أكثر من مستوى هوادث السيارات أكثر أكيد سيارات أكثر من الطيارات طبيعيا يصبح مستوى هوادث السيارات أكثر صح هذه النظرية من الدولة أن يقول لك الأطيارات أأمن من السيارات وقتاً أقول لك تصدق صح؟ تركب الطيارة أقلع شيء أنا عاد يعني موهني لاحظة تخوف لاحظة تخوف لما تهتز وانت فخلاص بوك معلق بس نشي وتهتز الطيارة ومطبات هواية تخاف من الطيارة ولكن تجرب المغامرة من الطيارة خاف بس قلت لك الشيارة الثانية عندي خلال عديت أصعب شيء أنا اللي هو الطيارة نسبة لك كل واحد كل شخص غير يعني أنا من نسبة لي الطيارة أخطر شيء الدولة مثلا خلنا فرض صار طلق نار أوكي مو نفس مستوى الطيارة طيارة؟ أخطر أنا عندي فأي دولة تقول لي هذا أوكي لا تروح الدولة رح قلت ليش ما روح الدولة عشان طيارة؟ ولا هناك خطرة؟ إذا هناك خطرة لا مرح تغنعني إذا قلت لي عشان طيارة ممكن تغنعني بسهولة في مرة أنت قلت تطلق نار في مرة بأحد سفراتك طلق نار صار مرة بس مو يعني قبل ما يصير على طول الشرطيات ودخلت كل الناس الفنادة قربت أو الهوزت ادخلت ادخلت بعدين صار طلقنا فماكنت برة بالشارع بس مريت بها الموقف؟ إيه صارت بالمكسيك بالمكسيك إيه منطقة الآن صارت خاطرة منطقة الآن تعتبر خاطرة أنا ماسكينها عصابة الآن وقتها ما كانوا ماسكينها الآن خاطرة اسمها قوالنا أخواته بالنص المكسيك أنت كنت عايش فيها إيه قاعدت فيها أربعة أيام هي منطقة سياحية بس الآن صارت خاطرة هالفترة دام ماسكينها عصابة حتى الشرطة ما تعتقدها هنية خطرة حق الشخص يسافر لا يلف المعين يسئلك خطرة إذا بهالحالة يتقول لك خطرة لا نحن النبي ما بعد المكسيك بعد المكسيك قلت لك صارت صارفة بزيد مستوى المغامرة بزيد مستوى المغامرة كان نقول تكلفة أول شي طبيعي بعدين خلت بعدين تشرت خانقل وصلت لك أوكي عندي ثلاثين دينار راح أسافر فيها راح أعيش فيها مثلا أسبوع لا نبيت الكلمة اللي مساء قلتها أبي هروح مشرد ايه هذا بعدها أخر شي وصلت مثلا ثلاثين دينار أقدر أسافر فيها وعشرين دينار أقدر أسافر فيها ثلاثين دينار ايه مثلا أقدر أقدر فيها أسبوع لا مستوى المغامر يجب أن أزيدها شوية شوية أزيدها بالطريقة هذه أروح بدون الفلوس وصارت صارت يعني سويتها بسافرة بعدها لا صارت وياي نبي تفاصيل أول سافرة بدون فلوس أوكي أول سافرة بدون فلوس هنيت خلاص طلعت من دوام طلعت من دوام وسافرت أنت الحين نقدم استغالتك وما عندك وظيفة خلاص استغالتي وحتى يعني في البنك كان معي ثلاثين دينار بس ايه خلاص السفرات اللي قبلها سافرت أنك تسافر مثلا كل شهر أو كل شهرين تأخذ إجاز وتسافر تكلفت أكثر من أنك تسافر مدة طويلة يعني سافرة واحدة وطويلة مثلا سنة لأنك شوية طيارة طيارة راجعة فالحينت قدمت استغالة قدمت استغالة وصيدك فيه ثلاثين دينار ثلاثين دينار حجزت فيه تذكرة بالثلاثين؟ بالثلاثين ايه وين رحت؟ حق جورجيا وانواي تذي وديتني جورجيا وانواي اقرب شيء وسهل شيء من زين رحت جورجيا وانواي وفيها ميزا لأنني بدون فيزا يعني خلاص تروح بس ما رح تصرف مبلغ حق فيزا هلو حين الثلاثين كانت برصيدك ولا ايه ما تذكرة ايه برصيدة من البنك حجز فيه تذكرة خلاص يعني ما عندي شيء فأنت رحت صفر هلو خلاص هناك وصلت بين المطار بورو حق السكن من المطار بورو حق السكن ما رح حقدر تفعل فوز تاكسي شون تنصر حق المكان أشهر تأشيرها توقف نصر الشارع وأشهر يلا عرفت الفكرة منها يلا على ذربك شوف وين واحد يوقف تأشيرها وقفة وقفة على حسب الدول بس وقفة يعني في دول مثلا استبعد ان يوقفون او جربتها ما يوقفون بريطانيا صعبة في دول مثلا جورجيا وارمينيا تركيا دول آسيا الوسطى كرغستان وطاجكستان يوقفون أمريكا اللي عطيني كلهم يوقفون فبسهول أوروبا هي اللي ممكن ما يوقفون يعني الشرق أوروبا أوكي غرب أوروبا لا ممكن إذا بفصلها أو يوقفون لك بس رح تقاني فيها رح تقاني فيها عرفت أرمينيا لا بسر في عيدك خلاص واحد واقف لك طاقة بريكا حتى مرة مرة سيارة جيشة وقف لك مرة الشرطة توقف لك وين رايح انت يوصلون لك بريطانيا وهذا الدول لا ما رح يقول لك وفي الدول مو بس لان ما يبساعدك يمكن خايف طبيعاتهم يخافون من شخص غريب عرف يعني تذكر ما قلت لك بس سوية اللي شفت أن أوروبا موجتماعيين ما يحبون يصرفون ممكن نفس الفكرة خايفين من الناس مو أنهو موجتماعيين ما يصرفون من أحد موقع ترا خايفين ممكن طبيعاتهم يخافون من شخص غريب يصير عندهم دارة جي مثلا ثلاثة أشخاص أربع شخاص يعرفونهم ما يبون يوسعون الدارة ويعرفون أحد زيادة لأنه خايفين ممكن يعرفها بطريقة معينة مثلا يكون داشو يأخذ نفروض معهد ومدرشان يتعرف عليه أوكي سيروية بس بدون سبب بالشارع أتكلم أحد ولا أقول لك لا ضياعي ديرتي و يخطفني هذا عادي تفكيره ويخطفني ويأخذني ديرتها ما أعرف ديرتها يمكن هذا شو تفكيره نحن نرد على جورجيا هذا لما استقلت جورجيا وصلت صفر دينار قعدت أشر بالشارع التأشيرة أنا كنتم جربها من قبل التأشيرة يعني لم أول مرة وين جربتها؟ بسفرة المكسيك بسفرة غيرها الميزانية بسيطة فأنت مراتها يتوفر قلت لك عنها باس يقول لك مثلا عشد دانير لا هذا فوق الميزاني اللي أقدر عليها تروح تجرب التأشيرة بسفرة المكسيكية قلت لك جربت فيها كل شيء هي اللي علمتني كل شيء فسرف التأشيرة لم أول مرة أفعلها في جورجيا هي الـ 45 يوم بالمكسيك حسنا فسرف التأشيرة حط بالي عادة أن شيء سهل أدري من البداية أن أوكي سأقوم بتأشيرة إذا لا أعني فلوس تتدبر مثل أشيغت أول ما وصلت 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 إلى المكسيك في المكسيك في المكسيك قلت دور المكسيك قلت المكسيك كان سرداء قلت المكسيك وقلت إلى المكسيك أبي أسكن لديك ولكن لا أعني فلوس قلت لي لا أعني فلوس ولكن أسكن لا أحتاج مكان أنام فيه ورح يوم السابق قلت لي أوكي ما أقول لك؟ دورك سرير وأسكن فيها أوكي قلت شبابي شخصاً اللي موجود نفس جوي بالسفر فالصدف أوكي قال لي خاص روح دور سرير أي غروفة بيها يروح قاعد اليوم الثاني نفس الشي عادي قال لي كم يوم بتقاعد قلت المادري مو حظ ما في بالي خط شي خاص أوكي حتى وقع يقول لي أوكي قاعد تقريباً أثنى عشر يوم أربعة عشر يوم بلاس قال لي وهو قاعد يطبخ لي تغير اللاطق دام مننا بدون فلوس أكيد ما عنده أكل يعني وكل يوم قاعد سوف معها يعني عرفت يعني بداية ما أعرفه صار صاحبي نحن بعد أربعة عشر يوم كل يوم قاعد وسوف وكذا بعد أربعة عشر يوم تغريباً قال لي عمي بي وهو صاحب المكان فما أقدر استطيفك إذا ما راح تدفع وهكذا قلت له أي هذا مو مشكلة عندي خيمة أروح غابة وأنام بالغابة ما راح تصرف هناك قلت لعد أدبر نفسي تأشيرة لي الغابة لا وقتها ما راح تدفع تأشيرة هذا وهو أعطاني فلوس حق المواصلات يعني كربع دينار أو دينار ما اللي هو لي محطة البساط محطة البساط نفسي ما قلت لهم إذا في مكان بروح وياكم لي المنطقة هذي بس ما عندي فلوس وخذوا نوياه ماتي بالغابة نفسي كتحط الخيمة تشيت يوم يومين قال لي الشخص المحمية هذي ماتي الغابة في إدارة لازم تتعفلوا سرسومة عشان تدخلها أنا مدافع بس تشيت الغابة وحطيت الخيمة وانزين كل شيء قاعدت يومين بدون أكله لا لا خذيت وياي من نفس الشخص بالهوست والماء فيه النهر النهر بالضبط فقال لي الشخص هذا نفسه بالغابة قال لي مايستر تخيم وين الورقة تدافع الرسوم كم يوم تقعد شنو الخط اللي ماشي فيه بالغابة لازم تقول لي عشان إذا صار شيء يعني إذا انفقت لا سمح الله إذا صار شيء حيوانات مفترسة أو اللي هو عرض فيه يعني حيوانات مفترسة الغابة يعني هالغابة كان فيها مثلا الخنزير بري ولا الدوب فيها ما شفت أنا بس فيها قال لي ما في الورقة عندك قلت لو كي شنو الحل هن قل لي خلاص كم يوم تقعد هنين قلت لها مادر مو حاطب بال يعني بقعت شم يوم شافر خاص وين تمشي قلت لها بصعد فوق يعني لحن عند البوابة عرفت بالبداية عند أول نهر إذا تذكر أنت بجورجي أول مكان نخيمنا فيه حالا عند النهر عام النهر هذا سويت فيه شاي يعني بداية تشم مسافة تشم ثلاث ساعة تمشي أربع ساعة خمس ساعة تقريبا بالكثير أنا من البوابة خمس ساعة داخل أول مخيم تحت ما صعدنا ايه أذكره هذا اللي كنت قاعد بعدها بيوم مشيت لي فوق غيرت مكاني ووصلت لي المخيم اللي بعدها اللي هقومة الجبل ايه بعدها مرة ثانية نزلت شفت ما أكلمني رديت قلت خلا صعد فوق وأكمل زيادة أشوف اللي بعدها عايش انت بالغابة قاعدت أغلم ايه بالغابة حين نحن خمسة أيام ستة أيام رحت المنطقة اللي بعدها المخيمة اللي بعدها شافني نفس الشخص بس يا ابو يا قروبه وكلمني انه اوكي لما انت قاعد هني ما عندك شيء بس تقاعد ليش ما تشتغل بس شيلوا يا نجناط في قروبات راح يمنوا ياي انت بس شيلوا مجناط القروبات الصينيين مثلا مجناط انت بس خلق حمالة بورتر اسمونها شيل الجنطة وروح قلت له اوكي قال لي عطيك عليها مثلا ثلاثين دينار خلال الأسبوع قلت له ممتازة ثلاثين دينار بالأسبوع بالأسبوع رح لكلها يعني ومشون مسبوع او خمسة أيام يعطينا عليها ثلاثين دينار خمسة أيام تمشي بالغابة ايه يعطيك عليها مئة دولار حيلا بقيت له اوكي وياكي يلا صارت فترة صغيرة يعني رحلها رحلتين ما طولت فيها رحلتين ثلاث بعدها ذكر كلمواني اثنين بحرينيين عن السفر وكذا وين كلموكي هني خلاص خذيت صار عندي فلوس رديت الهوستل وكذا عايش عايش مالك ستين دينار اره ايه حتى اقول له خلاص حين راح اسكن و راح ادفع لا تحات يعني عمك موجود ولا لا راح ادفع كلمني شي اسمه شخص بحريني وقعي يقول لي كيف سافرت كيف سافرت كيف سافرت وين كلمك بالواتساب تعرف يعني هالشخص ايه صاحبي يعني ليس شخص معرف قلت له وضع سهل وكذا اوكي قلت له اوكي احنا اقدر ادبر مية دينار اقدر اي وياكي قلت له اقدر اي جورجيا وارمينيا وتركيا شهر اوكي نبي اسبوعين على اساس 100 دينار قلت له امية تقلت فيها اسبوعين ليش حرام خلها شهر الشهر بعد اقول ليها احنا امية بنسولين اشوفها يعني يوم ايه بس اوكي انا ستصبح طريقة تسفر قلت له تقليل المستوى الراحة بنفس وقت هذا تقليل المستوى الراحة انت زدت مستوى المغامرة قلت له انت تتقبل هذا الشيء لان اقول لي انا بطلع من البحرين ما اقدر اصافر ما سافرت ولا مرة ما عندي ميزانية حلو؟ لاحن ومواطفوه فقعي يقول لي بس عندي مدنار ما اخذها من اخوه اقدر اصافر فيها قلت له ايش لو ما تقدر تحجز على جورجيا وكذا لم اعرف ايه طلع وطريقة قلت له اريد ايها اريد ايها من البداية يعني ارجع الى كويت ويلكم البحرين بالسيارة اخذكم من الكويت لان طيران ارخص نروح على جورجيا او على ارمينيا اعتقد مو ذاكرة واحدة كانت تذكرة الارخص يعني كنت هناك المفروض يجيلك على طول لانه مو اعرف الطريقة فانت تأخذها شوية شوية هم مطالبة شون المطالبة من اول سفر حقي اول مرة بحياته هم اطلع من منطقتها اه نفسك اه يعني فيه عبدالله القطان باكتر من دولة اوه انا حدث بس انتن موجود ونفس الشي قلت لك بس وقتها قال لي اه ودخالتي به معنا هذي قلت لي ايه لا انا شاف مية ديار اوه قلت لك صاروا اثنين معي بحرانيين ورحنا سوينا الرحلة نفس الرحلة بعدها هوقنا يعني بسالفة شفت السالفة سويناها اه لماذا لا تسويها رحلات احنا اخذت فكرة من سالفة الرحلات سويتها بالغابة انك شفتها ذاكوية لما كنت انا شايل اغراض بس ليس انا المرشد انا طلع ويا مرشد ويا قروب بس خاص تعلمت يعني شفتش الطريقة ودليت انت وقتها بالغابة ايه غير اماكن الهايكينج بسويها من قبل فاعرف كذا واحدة غير جورجيا كذا دولة اعرف فيها وحتى لو مكان مو معرفي اعرف شون اتصرف ان ادل المكان يعني اروح قبل اي روح اللي اسويها كنت اجرب امشي خط اوكي حلو زين او لا ينفع ايه اذا ما نفع اجرب خط ثاني اشوف الاحسن حق مدة اسبوع كانت كل ذو روحاتي مدتها اسبوع لانا سهل ياخدوني جاز اسبوع سهل ان يتعذبون اسبوع مو اكثر لانا كنت ترحت انهم يتعذبون بس انت بالنسبة لك مغامرة لا مو اسم مغامرة بلا انت تقول مغامرة ايه مو اسم مغامرة الفكرة مالت الرحلة وهو يا اسبوع اعرف ان الرحلات كانت فكرة معينة غير ان اعطال منها مثلا فلوس عشان اعيش فيها حط ميزانية بسيحة التي ستفيد منها استفادة بسيطة مو هذا بس الفكرة كانت كانت فكرة بهم كل واحد يصير يستافر ميزانية غليلة مو بس هذي ويكون عنده فكرة شون يستافر وهو مشرق يعني اعلى مستوى مغامرة انت جربتها يكون متعلمها بها الاسبوع لانه مجربها مجرب اسوأ شيء بالسفرة بعدها كل شي رح يصير عادل ونفس الفكرة انه خلاص اسبوع وراح يرجع اذا كان يقع يعاني فيها وان شاء الله هذه رح يصير ضحك اكثر رح يتعذب اكثر ووقتها بس لما يرجع رح يتذكر ما رح ينساها ما رح ينساها خلاص لما يسألونا شون السفرة لتذكرها وكذا مواقف كلها رح يسألوا عن السفرة هذه كانت هذي فكرتي اعرفت اذا السفرة عبالاكس كانت مثلا من اول يوم لاخر يوم كلها فنادق وهذا ما تحتاج مرشد حتى تقريبا يعني مرشد على المدينة بس انتعال هني 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 مو نفس مستوى مثلا تاخذهم الجبل ولا تاخذهم غابة وتعلمهم بالطريقة مثلا حتى تشوفوا اللغروبلوياك اذا كان عدد اقل بعد ازيد مستوى العذاب اكثر واذا كان واذا كان مستوى الشخص تتعلم ليش بالنسبة له وتسميه عذاب وبالنسبة لك لا اول مرة اول مرة يكون عذاب اذا كان شخص يقول لك مثلا سافر القبلها كنت رايح مثلا دعنا نفرط سويا سرافة خمسة نجوم يسالف عنها السافرة مثلا هذا راح تعذب وايد مستوى القبل شخص يقول لك سافر القبلها كنت سافر هستلات هذا مستوى العذاب اقل اقل بس راح تعذب يعني حمبل الجبل راح تعذب حتى يقول لك مثلا حتى ابي لي طالع جبل اخلي يتعذب بطريقة ثانية مثلا يقول لك شباب اقول لك احنا طالعين مثلا من قبل خلاص انا خلي من نصعد اوكي احاول ما يبليهم اكل تقلل لك عرص واجبة واحدة لك ذات ايام مثلا انت شون سويت فيني تصرف فيها سؤال انا انا اليوم قاعد اسمع منك هالشي لا انت مسوي اكل عالتي شون عالتي انت ما كان في اكل انت قلت لي نعيش على كوكوكولا و سنيكرز صح او لا بس يبنوا انا اكل انا اللي يبت انت قلت لي انا عادي اموري طيبة كولا ايه بس وقت بقالة اخذ اللي تحتاجها صح كانت سلوب اياك صح انا خليت اهموا اياهم لا مو مولوكل جدي اللي يقول لك انا عادي كل شيء خاصة اللي يعني يقول لك ليه اخر شيء انت لا تزيد السيادة هذا اوه هذا واصل مستوى مغامرة خطير شون يعني ما يشترون اكل لا يعني مثلا عندما اوقف البقالة ما رح اوقف البقالة خلاص على الطول ما في وقت ما في وقت خلنروح الغابة مثل زي ما شرينا ما استعدين خلاص نشوف فوق بالجبل نسأل الناس من عنده اكل زايد واذا ما حصلنا لا رح نحصل الناس يعني لما الماء يخلص طيق خلقي ما عندنا ماء بس هذي على حسب الشخص اللي معك انا قلت لك الشخص يقول لك انا اول مرة اجرب هالشي ما رح مستوى العذاب اغل على حسب الشخص اللي معك فكرة الرحلات اللي كنت سويها مون شخص مسافر معك صاحب انت الحين سولفت ده الشينا احنا بالرحلات بدون لاندش بداية الرحلات بداية الرحلات قلت لك الفكرة ما هو شي سويت بعد البحرينيين بحرينيين شخصين واحد منهم هو اللي اغنعني بالصال حلو بعدها ابي اول جروب يالك شون يعني خلاص اغنعوك بالفكرة بعدها الانت بالطبع اوكي الان ارى بين فترة وفترة كان في شخص هم بالدوام من قبل هذي ستعرف غديمة قال افتح لي حساب انستغرام سولك عشان باشوف حط صور اللي انت تسافر فيه ارى انتر مو هاوي تصوير يعني وقت السفر بشي بس اسافر ارى قال لا احط لانا باشوف ارى باشوف الصور من سفراتك وشده قلت لأوكي فكنت حاطس كل مرا حتصور صور من السفرات وعلى ساتة انه يتابع بعدها قاعد يوم متابعين ارى تشوفون خلنا فلوصلت الف الفين متابع ثلاثة اراف خلاص قال لي حط الاعلان الراحلة بالاستغرام اوهل وشوف اذا في ناس تم تشبعهم ولا لا ان السفرة مثلا يكون مبلغها مدة اسبوة 180 دينار اوكي تزيد نسبة ان في ناس تتجرب تقول لك رخيص انت عدت شرح لهم اوكي رخيص اول يوم رح تقعد فيندق مو مشكلة انت تختار فندق او الهوست على حسب بعض الشخص يعني ما رح اجبره على الهوست حق اول يوم واخر يوم بس اذا شفتهم شباب وكلهم مثلا اوكي الوضع رح اجدت الهوست خاصة لان الغرفه رح تصير تغريبا لنا صارت ان بالاستغرام اوكي اول مرة رح لشخصين يسجلون ثاني مرة ثلاثة مثلا بعدها اربعة خمسة يرجعون اثنين ثلاثة مو شرط ان تصير حسن عرفت على حسب الفترة وعلى حسب المكان لان ايون ناس يتعذبون عدد غليل بس كان ايون انا ما قلت ايون يشاركون بالسفرة يتعذبون فترة معين بس في اللي اللي تعذبون ايما يكلمون كل شخص غير تعذب بطريقة ثانية اذا شوف في وقت بالجبل او بالغابة اذا بتنام عدل صارفة السليب باق مو اهم شي في الشغلة اللي هي الماترس اللي تحت اذا الارض مبلله ما تشعر فيها بالبرد اذا ما يبت هذا خلاص رح تشعر حتى لو عندك سليب باق رح تشعر ان مقادر انام فلان ما يسئلونك ما يب معي يب خيمة و سليب باق بس اه ما تقول لي ايب ماترس لا لا تخليه يتعذب ايو حتى في مصر الشخص اللي كنت اسكن صوبهم في واحد كان بي ويا ما ايب رحله شنو ايب معي تكفى بجرب و شنو عندك انت الجنطة هالا صغيرة حلو كل ملابس هذا اللبس اللي عليك بس ويا شاف السفرة ووقت قلت لك كان قاية يتعذب يتعذب يقول الرحلة دي عزاب دي عزاب يقول حتى والله شو ذكرها بالجبل فوق بكازبيكي اذا تذكر بجورجيا كازبيكي في كنيسة فوق صح صح اذكر انا مخيمين بعدها بشوي فوق مسافة عنها شوي مو بعيدة بس مسافة شوي والحين هو بلو ماترس ما عنده جاكيت بلوفر واحد خفيف يايب فهو اكتر واحد مستبرد مو مستعد كل شي يعني لان قلت لبسته على هاللبس طلع من الخيمة راح لي الكنيسة لا قبل الكنيسة راح شوف الكنيسة رجع مرتان الخيمة والحين ويايب الخيمة كلا اثمين بخيمة شنو شعورك شنو شعورك شعوري الاحين اتخيل نفسي ودي اروح الكنيسة اقول حق القس كلمني عن دينك يقول وانا بناب الكنيسة شنو شعورك شنو العذاب هاذا عاربت بس شفت هاللقطات لحينو اما روح مصر ولا شي يسأل فانا سافر مع اي ما ينساها والناس اثانين سافروا مع اي نفس الفكر هو هذا الكنتبين ان اوكا سافره ما راح ينساها وراح يتعلم منها يعني حتى هو الحين لو صار معها ميزانية قليلة راح يسافر فيها مو شي صعب يعني قبل كما تخيل انه مستحيل يسافر مستحيل يطلع من مصر حيصر في مجال عاربت يمع ثلاث روات او اربعة روات سافر اقعد بهوستل هناك ونفس الشي الفكرة حق الباجا حتى اشرح لهم ايها متى اخر يوم اقول الفكرة انه خلاص شوفوا الحين انت تعرف كل شي المفروض ان السفرة ايها انت مشرد بعد على حسب مستوى المغامرة اللي يبيها هو شخص يحدد عاربت بيسافر ميزانية غليلة يبيها بطريقة التشرد يبيها بطريقة يقدر والشغلات الثانية حتى المغامرة مثلا غير سالفة كل المغامرة اللي تكلم عنهم على طريقة السفر ميزانية بس فيه شغلات ثانية باخذ قاري مثلا اشتري قاري من مونتينيغرو الجبل السود امشي فيه مثلا ليه مكان معين دولة معينة وخلاص ابيعها هناك نفس السعر المبلغ اللي راح اشتري في القار راح ابيعه وخلاص ما اصرف شي فأنت كانت وسيلة نقل ببلاش هي تصير وسيلة نقل ببلاش وفيها مغامرة يعني فيها الرياضة الرياضة مغامرة النقاري بالشارع اخطوط سريع من دولة لدولة من دولة لدولة او انك تروح مثلا وين مثلا غير الهايك غير الهايك هم يعتبر مغامرة ممكن جزء من الجبل كون فيه تسلق جزء بسيط هذا بعد مغامرة غير تسلق الجبل لانها تلك موضوع ثاني بعد بس انه كل واحد وشونه يحب ممكن تروح مكان منطقة شاطئية فيها نشطر بحرية ركوب ومواجش كلها مغامرات مع اسالفة ميزانية لا تكلمت عنها لانها مع الميزانيات ممكن تروح بأي طريقة من الميزانية عندك ميزانية كبيرة ستسوي المغامرات هذه عندك ميزانية متواصلة ستسويها عندك قليلة هم مشرد ستسويها الناس سهل بكل النواح كما ذكرت عن الرحلات أبي انطباع الناس بعد الرحلة يعني الناس اللي يو وياك بعد آخر يوم لما صدمتهم يعني انت صدمتهم من أول يوم فيه اللي تعجبهم فيه اللي ما تعجبهم شون أبي ردت فعل اللي تعجبه شون ردت فعله اللي ما تعجبه من اين ناحية اللي تعجبه غالبا المفهول ان يروح حتى خلص روح نطلغي بروه كبير نستانس بالوضن استانس القروب يرجع حتى يصافر معي مرة ثانية أنا ما يحتاج خلص نتعلم الطريقة يقدر يصافر بروه ويوفر على نفسه أنا أخذ مثلا كل أبو الأسبوع خنافرة إذا هي من 80 دينار في 30 دينار حقي ما تعجب الجهد والوقت وكذا يقدر يوفر حق نفسه هذه 30 دينار تصرف حقا لما يسافر بروحها يعني يدفع تكارب ثانية 150 دينار هذا الهوست الفندق مثلا الأكل المطاعم يصرف عليك بس لما يأتيك مرة ثانية خلاص تتعلم هذا استانس على الوضع على الرحلات أن يكرر وياك وفي ناس ما يمعك ممكن شغلتين ممكن خلاص تعلم يسافر بروحها فأنت وصلت اللي تبيه خلاص استفاد منك الفكرة اللي تبيه وصلتها أنت لما تشوفه يسافر بروحها تابع الإنسجرام أنت تستانس وفي ناس مثلا لا قل لك ما عجبتني اللي يقول لك ما عجبتني الرحلة آخر الرحلة طبعا أقول لا تدفع يعني مو شرط أخذ منه فلوس الرحلة ما عجبتها لا أصلا تدفع أنت تبيت تطلع ربح ني بس ما رح تأثر فيها وائد تعسبها مثلا إذا شخصين يو مطلع أنت مثلا واثنين هم ما عجبهم شخصين يو واثنين هم ما عجبهم الرحلة البعاد هبيون لك ربعة وكلهم عرفت مثلا بتعجبوا خلاص آتي ما رح تفرق ما رح تفرق وائد أردت أنت بس حتى باقي نحن وصل المرحلة أنت مستونا مغامرة أنا اللي فيها لو ما فيه فلوس راح تصرف وأنا مستمدل راح أروح وست مثلا بس كن بلاش راح أروح هاني راح أتجرب الكوش تيروين مثلا أدور لي عائلتك معها ولا شخص يستضيفني يعني وضع سهل خاصة نحن مع التلفونات والسوشال ميديا وكذا التطبيقات هذي وغوغل ما كل شيء يصار سهل بالسفر فسواء فيه فلوس أو ما فيه فلوس لمر طيبة سهلة عندي أنا صارت لأنه سويتها من قبل يمكن أول مرة تكون صعبة وقد سويتها سهلة راح تكون مستوى المغامرة راح يكون سهل إذا أدفعه أو ما أدفعه أنا ما كنت أتفرق وياي فالفكرة كانت أدفع يدفع آخر شيء فيه ناس كانت تتفعه من البداية خلاص ضامنه يقول لك حتى لو ما عجبتني خلاص هكذا الفلوس فيه ناس آخر رحلة أنا بفضل آخر رحلة يتفعه أنت أنت الحين سويت فترة رحلات أو شيء بالبداية سفراتك اللي اكتشفت فيها نفسك أنا بيقول أنه بالبداية أنت سافرت وما لقيت هالطريقة من السفر اللي أنت حبيتها جربت موء ثاني مو ما لقيتها اللي حبيتها قاعد أحاول أزيدها هذه أزيد مستوى المغامر والليل حين قاعد أزيد أو خلاص خلصت أعلى لفل على مستوى أعلى مستوى أنك رايح بدون فلوس بس يعني ما فيها أتوقع على من شديد يعني هذا بالنسبة لي هو أعلى شيء أنا بالنسبة لي أعلى شيء مرحلة هذه أنك تسافر وتتشرد وكذا مستوى الرياضات فيه اللي يستهوين فيه ما يستهوين موشرت كل شيء يستهوين القاري مثلا أما بين الدول أو المونت بايكينج تنزل من جبل أحبت هذه سافة القاري السيكل مثلا ما كنت أفكر فيها السياكل ما تستهويني ما أعرف سوك سيكل الآن قاعد أفكر فيها فممكن أنها تكون مغامرة رياعية أنك تجرب تسافر بالسيكل أو تأخذ السيكل يعتمد على لماذا رياعية يشوف الوضع بعدين بيه نزيل أبي القاري أنت في لك وائد تصاوير أيام أول بما أن أنت ما شاء الله فجأة أكاونتك 200 صورة كل واحدة بوادي فجأة الميتين مموجودين أنا مزح الصور أكاونتك صفر وين راح هذا بعدين عقب شهر 500 صورة غيرها كل واحدة بدولة بعدين يختفون مرة ثانية فكان لك وائد تصاوير في وائد صور بالقاري وتمشي ودول كنت أشوف يعني شكل الصورة أنت وقاري وبطل ماي بس هذور الأشياء اللي موجودين بالصورة أغلبها صارت بوروبا أو مثلا كينيا وين رحت يعني شون قاعد هل تنقلت من دولة إلى دولة وقطعت قاري ولا بس على حسب يعني عادي مرات مايكون خطة أنا حاطة بالبالي بس بجر احنا مرح نقول شي ببالك لأن انت الحين لا غازي مايكون السفر بالنسبة لك إنه شي غير معلوم وجهه غير معلوم مثلا قلت لك أنا بمكان هذا محل قاري خلأ أخذ لي قاري خلأ أشتري قاري وأفتر فيه بالدولة هذي أنت بالدولة رح تماكن معينة خلأ طلع منها الدولة هم بالقاري تطلع مرات مايكون خلق ممكن مرة لك خلق بالقاري خلال خلأ أذهب إلى الدولة الثانية أشحن القاري مثلا باس ولا غطار تضعه في غطار بعض مايكون لها تقول خللنا نتخل فيها مثلا مونتونيغروسسربيا بيلاروس بولندا السويد النروج كنت في السويد وأعرف واحد هناك صومالي مولد سويدي يعني سويدي أغنعتها بالفقر حينسا كنت ويا شهر في السويد أغنعتها بشنو؟ سافة القاري خلوح فيها للنروج ونشبكها قاري معها يكن قانيا حلو؟ الشيء اللي راح يصير صعب سالفة الجنطة عندما بالقاري عادة نكون في جنات معينة تحطها على جنب بالتاير اللي ورا فلت ارتاح ظهرك مرتاح قلت لا سنزيد العذاب جانطة على ظهرك وروح فيها أنت بقى همس جربتها أنا جربتها وقلتني ما جربتها لا بس هذيتها حتى وياك أنا أذكر بدتي من قبل السفرة قبل ما توصل بيومين أو شيء وصلت مرحلة هل راح أقدر سوي القاري ولا لا ما كتدري راح أكمل وياكم ولا لا وتعبت فيها بعد سكوتلندا كلنا تعبنا قلت تعبت بعدها ما قدر تمشي بعدها رجعت رجعت احنا ردينا لكويت كنا أنا وصالم الهاجري بخالد الصانع احنا ردينا لكويت وانت تميت في بريطانيا تميت رحنا ليسكوتلندا وسكوتلندا كملت فيها رأيت فيها جبل عشان بيسوي هايكينج هناك هايكينج فيها شوية العذاب فيه الهوة يعني أردت بس قلت اوكي هات عندي أنا في شوية هذا المستوى على طريق الهوة قبل راتي اللي أنت يومنا في لندن احنا رحنا ما أدري أي منطقة رحنا لوفاربول ومن لوفاربول رحنا في جبل احنا صعدنا رد أو شيء كان اسمه احنا رحنا للكدسترك صعدنا الجبل انت لما قلت هوة يعني أنا على كثر الهوة اللي شفته في الخليج لما صعدنا الجبل غير شيطان وحطينا خيمتنا بالنام وحطينا خيمة صغيرة واحنا ثلاثة أشخاص بالخيمة طمة الجبل ثلج وبحيرة الهوة اللي لدينا بالليلة أنا أعباري الخيمة طائحة الخيمة كانت على ويهي قاعد تسكر ويهي فكلنا قاعدنا من النوم الصبح إن شنو الخيمة طاحت انكسرت يخف الهوة ترد الخيمة عندي خيمة انكسرت في شمال بريطانيا من الهوة كان شهر 11 ووقت تسلشته ورحت بخيمة وانكسرت بدون خيمة شون نبي شون تكسر نمت انت قاعدت لقيتها مكسورة أو قاعدت من الكسر لا لا انكسرت وأنا عاد رحكمل نونتي ما رح قاعد عشان انكسر وين بروحين الساعة أربعة ثلاثة صارت الخيمة أسليباك أيوة صارت نعمة الآن تدف صارت صارت الصبح خليت الخيمة حتى مكانها بعد ما شلتها خليت مكانها خليت أغراضي ورجعت نزلت بس سافراتكم ما معنا بعد القارة كملت رحت رحت بسكوتلندا رحت جابة ثاني وقلت بخيم فيها بعد الجابة نزلت مقدرة أمشي بنص الجوانة نازل مقدرة أمشي نزيف بالركبة خلاص عربت؟ رحت رحت أتذكر حتى مستشفى بسكوتلندا وكنت بعد قوية معين حق النزيف قال لي قاعد يسأل وكذا قال لي لقيتها لك بمستشفى ثاني بس رحت أكلفك مثلا سبع ثالاف باوند ثلاث دينار قلت لا 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 تفعلها خلاص لا تفعلها الطيبة بروح اللي هي عملية لا لا بس أبر أحتاج توقف نزيف عشان أكمل يعني وقت أذكر نفس المستشفى قلت لي خلاص لا لا تفعلها بس بمشي لحظة لحظة حطينا ثلج ودخول ومعشان في رسوم حق الشغلات يعني طلع عليك مثلا سبعين باوند ولا شي يعني خمسة ثلاثين دينار ثلاثين دينار قلت لي ما عندي خمسين باوند قل لا العزمة أن تدفع هذه الشغلات قلت لي ما عندي عندي قاري برا تبدي تاخل قاري قلت لي طلعك شاف القارجين قلت لي قلت لي وراقة فيها يعني توني شارية كم صار لنا شارية نحن أسبوع قلت لي قلت لي ثلاثة أسبوع أسبوع ثمانة أيام قال لي خلاص أوكي أوكي أجل أخذ منك أنا فقط طلعت منها سعب المستشفى كان القارج خذ القارج خذ القارج هذا المورد خاص وهذا ظهر الدفاع سابعين أو لا شفاتهم ما دل عنه بس المهم نحن خلمشي بس بس قلت لك هذي سعبت القارج إن شاء الله عاد أن أكون بمشي و أكمل بس مرة مو كيفة يصير شيء ما قدر خلاص مثل النبي قصته الحين الكبك يعني أنت ما شاء الله قاعد تروح كل مكان و قاعد تسعد الجبال إيه بس انت شفت بك قاعد تصابني عارية إيه يعني أنت عندك مشكلة في الركبة ومشيتك صعبة حتى يعني أنت تمشي عادي صعبة فلما نمشي بالهايك كنا نقولك تعبنا ما نقدر بس رحمشي بك أنت تقول حتى أنا تعبان بس لازم نكمل إذا وقفنا راح نتعب كنت دائما تردد هالكلمة يعني يعني إحنا أنت ما لاحظت هوية لما توقف على الصعادة ما تكون تعبا أنا وكفتك غلط واقف على الصعادة أنت المكان يكون المستوى بعدين ووقف هلا ما لاحظتها أنت أبي أنا الصعوبة المشكلة اللي عندك بالغير يعني هل هل هذي سببت لك نقول عراقيل في مستوى الرحلات اللي انتقعت فيها تغيير راح أسوي أوك فترة تقود على هاروس ليه مستوى معين الآن خلاص وصارت حدا يعني زيت عليها هوايد وصارت كورونا ستنزنتين شيء مساكرين المطار ما قاعد تحرك كله بالبيت سنتين مضالة من البيت عرض في البلاي ستيشن الظاهر أنه بردت ولا شيء عرض ما قاعد تحرك فزادت وايد خشونة خشونة بالركبة ممكن ركبك تبي العذاب ما تبي الراحة لا يمكن وقتها تكون حارة مثلا عرض أنت قاعد تحرك ما تحس لكن الفترة هذه قاعد تحتك الركبة أنه قضروف مقطوع أو شيء تحتك عرض سيزيد مستوى مستوى خشون لما توقف يمكن لأنني لاحظ فيه شيء غير عن قبل الفترة الأخيرة كنت مخطط كنت أسافر سنة سنتين وكتحاجز الكوادور رح تقبلها تونس ثلاثة أشهر بقعد تونس أول عشرة أيام تونس لا يمكن أن أدوس على ريني قلت ممكن أن تخف نفس كل مرة أعرفت تريحها شوي تمدها تخف بعدها نمشي لا قاعد تزيد زيادة بعدها خلاص شفت الوضع كملت شهرين في تونس بس كلا قاعد بالهوزتل أكاستين وياي فقاعد أمشي على الأكازات بعدها قلت لا ما تسوى أن أروح لأكوادور أنا شارة تذكرين قلت لا ما تسوى لأن سارفت الأكازتين هم متعدة حتى الطريقة أنا مشي وايد حتى لو أكازت همها مشي وايد فسارفت الربلة لما تعكازت تنكسر وقد تعدى زيادة نعم 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 تتوى ذكرت أن خطتك كانت أن تسافر سنتين هل تتوى؟ نعم الخطة كانت أن تسافر سنتين الكوادور أصعد للمكسيك حسنا 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 نعم 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 أطول سفرة سافرتها كم مدتها؟ نعم 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 بعد سارفت البحرانيين ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات رحلة كاملة نعم رحلة كاملة ما رجعت لكويت نعم بعد ردت جدد جواز وشغلات شذية مرة ثانية كملت يعني نقول أربع سنين مسافر وما في على فكرة المشرد نعم على فكرة المشرد بس الفترة هذي بس فترة المشرد صارت متناوعة متناوعة تقدر تقول مو بس مشرد مشرد مجزانية قليلة والأولى اللي هي فنادق بس مستوى الراحة المهم أنك تغير من دولة لدولة بس كلهم مع بعض هذي صاروا شون صاروا لأنا قعد أسوي الرحلات إذا مثلا سويت رحلة ثلاثة شهر مشيت معاي رحلات ممتازة حلو بعدك أوكي أقعد لي الليلة بخمسة نجوم مثلا تكافأ نفسك مكافأة لازم إذا مكان رخيص مو يعني خمسة نجوم ثلاثمية أربعمية لا في أماكن يكون خمسة نجوم بربع عندي نار شذي عرض أقعد ليلة أو يكون شيء مميز مثلا الفندق مميز طلالتها حلوة أوكي شيء يسوى أوكي بس كانت الفكرة أنه أنوع بينهم صارت أنه كل شيء مو بس مو بس طريقة المشرد ووقت الرحلات مو بس طريقة المشرد مو بس طريقة المشرد مرة من المرات قلنا سكنت البلاش وا 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 إلى أن اشتغلت حمالة تشيل الجنات فترة كثيرة سويا فترة كثيرة بعدين هل في مرة ثانية صارت على نفس المستوى المشرد لا يوجد فلوس واضطررتها تسوي شيء ثاني مثلا هنا صارت حمالة هل في شيء ثاني سويته غير أنك يعني مثلا عشان تطلع فلوس واحدة حمالة واحدة اللي هي قلنا تسوي رحلات عشان تأخذ فلوس وتكمل غالبا بالرحلات غالبا بالرحلات أكيد لا يوجد شيء أشعر فيها أشياء بالرحلات بقى فيها أشياء متأكد نعم غالبا بالرحلات غالبا نعم قليلا قليلا الشغلات لا لا تقلق لا تقلق لا تقلق دعنا تجرب إذا لا تقلق سأضع لك طوط حسنا مثلا ممكن أخذ زقاير من جورجيا أذهب إلى أحب تركيا عبر الحدود بس أعرفت شيء غانوني أو غير غانوني غير غانوني أكيد غير غانوني نقول يعني تأخذ منتج نوضحها منتج من دولة يكون فيه المنتج هذا الرخيص الدولة الثانية أغلى صح؟ نعم فتأخذها من هنا بسعر الرخص تروح الدولة الثانية تبيعها كم مرة سويت هالحركة؟ لا نطلع مبلغ لي تبيعها مثلا طلعت فيها عشرين دينار إذا من أول مرة خلاص بس تكمل لا نتخلص لهذه أنت تكون حتى لان رحلات السرعة تأمشي واحد من رحلات فهل موجود أي فكرة تصير ممكن يطلع منها الفلوس تاويها إذا أقدر عليه يعني الشيء سهل هذا الشيء سهل عرب جورجي على حدود مثل بينهم خلنا نفضع عشرة كيلو ولا أقل وفي باس طول الوقت شغال هذا المرشودك الباس الصغير مني باس مرشودك نعم يعني بالروسي نعم نعم مني باس نفس المعنى أخذ الزقير أركب هذا رح لتركيا عبر الحدود أول منطقة عند الحدود نفسها بيع فيها بس أرجع وترد الدولتين بدون فيزا والدولتين بدون فيزا فعاد يعرفت رح هاني ورجع هاني المر طيبة يعني عادة يعرفت حتى باللجناط يعني ليس فقط الوحيد اللي سويها لاحظت في ناس يكون مخدمة عام شغلات مسموح لك مثلا مثلا تدخل كرزين زقاير أغلب الدول كرزين وأنا بأيب أكثر عشان بأيب أكثر فتشوف تقول أنا لازبت الحق واحد تحط بجنطتك عشان تعبر الجمارك أوه يقولك أوكي بس أنت بعد هم طوف لي هالشغلة أنا عندي هم كمية من هالشغلة مسموح لهذا ونزحها في المرشود كبر وعيد ظهر مشردين وعيد هناك يعني هذا واحد من الشغلات ممكن شيء أذكرها وممكن شيء ممكن ينقال بس هذا من الشغلات اللي أذكرها يعني حل من الحلول عادي أي شيء يعني ترى ممكن مثلا مثلا خلنا فرطة ما سويتها بس ممكن أنا بدولة لحمة وهك خلاص من يريد تعلم عربي خلاص صير مدرس من يريد تعلم عرفت؟ اسباني مثلا يا راسم مدرس صير مدرس أنزين يعني تعلمهم شيء يقوله أعطني واجبة ها هذا حد مثلا تقولها أبي واجبة مقابل الدرس واجبة واجبة تأكل ممكن يعني ممكن يعني ممكن تطلب واجبة ممكن تطلب لا ما أبي واجبة أنا أبي أبي الفلوس كيفك؟ في تصرفات يعني عرفت؟ اللي حلول تي وقت طريقة هذا لما تكون أنت خاص على أساس أنك أربعة سنين يعني أو على أساس أنك تسافر طريقة تشرد أنت تتبه المغامر اللي خلاص ما في فلوس والحين ما هو ندبر هي تتدبر خلاص بالنهاي رح تتدبر بس شون تتدبر هني هني المغامرة هني رح تزيد التفاصيل هذي عدواي بس شون تتذكرها كلها ما ما فيه بس تزيد ممكن بها الطريقة ممكن تزيد لك ب سالفة الرحلات ممكن حتى أنك تروح مثلا مع شركات وتتكلمهم عادي ترى سالفة مال الغابة مثلا ترجع لها تقول بسوي تدور غيرها أكيد تروح دولة ثانية أنا عندي خبرة بسويها أبي أصير مرشد سياحي مثلا فترة معين أقول لهم بس عندكم مقربات هالشهر بطلعوا معكم غابة لها مثلا كيف قاعد أن تقول لهم خمسين دولار ستين ألو أمية غالبا ما رح يقولون لا إذا محتاجين ما رح يقولون لا فسهلة سالفة هذي شلون تدبر فلوس إذا توحكت ما أشوفها أنا صعبة ممكن في أشخاص اللي قاعد خنقول ما يبيجرب أو ما عند يحسن ما عند إمكانيات هذي ما رح تصير اللي يحسن ما عند إمكانيات إن مثلا أروح حق شركة وأكلمهم لأن أنا ما عارف إن أسوي هالشي ما عارف هالشي هذي صعبة رح تصير إنه صعبها على نفسه إيه رح تصير صعبة هذي لأنه خلاص كل حاس ما في الإمكانيات هرات مثلا تقول أروح درس هذا قلك لا أنا ما عارف اللغة ما أتغني اللغة عشان درس أنا ما أتغني الإسباني إذا فيها فلوس رح أدرس رح أقولون نصجكم أنا مدرس الإسباني الأول رح أقول شذي يعاد رح يتحكونا رح يتحكونا مثلا سوي أنا أي واحد يتعلم إسباني أقول له ديش عالي واتساب بشهر رح أعلمك هل رح يصيره يعني يكتب لك كتاب الإسباني؟ لا رح يسافر فيها اللغة اللي رح يأخذها مني رح يسافر فيها ويدبر أمور الشخص اللي بتعلم منك لغة وبتأخذ مننا فلوس مثلا تمسافر خلنا فلوس رح تقوله بنا صار تتكلم رح يستأنس وخلاص من ما كان يعرف شي يصار يعرف يتكلم لو قواعد غلط أنا أعلمهم القواعد الصح هذه بس لو قواعد غلط لو كل شيء غلط سيقولك ماشي الأمور شون الهند من الكويت مثلا أنا يأخذ ماشي الأمورة ونحن نتكلم نفسه سرنا أنت تتكلم إسباني بطريقتك الغلط هم رح تتكلمون معك بطريقتك الغلط عشان تفهمهم بس رح يسهلونها يعني أنت الآن ذكرت عن اللغات أسباني اللغات كمثال يعني نعم الآن ريالي كان بسؤال ريالي أنت الآن قلت صارت مدرس لغات نرجع شوي أنت نفس الكلمة قلت لي إياها ما يظهر كنت تتبع فلوس أنا ما فهمتك قلت لي تتبع علمك روسي لا لا ما كانت كانت بالكويت لا ونحن بالباصة بمرشودك قلت لي تبع علمك سديش بطل النوت وسجل كان لدي فلوس ما دريك عزيزي يمكنني أن تبصب عليك يمكنني أن تبصب عليك يمكنني أن تبصب عليك يمكنني أن تبصب عليك مزين الآن نحن في موضوع لغات هلو هلو الحمد لله أني ما تعلمت منك سألني قلت لي 100 دولار مزين ماذا تعلمت أبي كم لغة تعلمت مو إلا تتقن أبي كم لغة تعلمت انك طيقتك فيها أو التكلم أو بطلاغة وشون تعلمت هذه اللغات الأسباني داخل بعده إياك أنا العربي أول شيء واحد ايه بعدين أعطني اثنين اسباني انجليزي انجليزي اسباني انجليزي أوكي روسي أربع هذا الممكن أمشي الحال فيها في لغات أوكي مشيت حالي فيهم فترة بس نسيتهم مثل تركي سواحيلي الصربي سبع لغات يعني الصربي قريبا من الروسي الصربي تقريبا نفس الروسي نقول أني تعلمت سبع لغات كيف تعلمت هذه اللغات الأسباني هي سهل واحدة سفرتها 45 يوم بالمكسيك هاي السفرة كل شي ها كل شي يرجع حق هالسفرة ايه هالسفرة ايه هالسفرة اوكي رح تناك هم قاعد يقولهم ما عارف اسباني ما عارف اه ما عارف تكلمهم طريقتهم اجتماعيين حال قلت لك اللاتينيين ولا فارغة واحنا العرب اكترنا اجتماعيين تأخذ تعطي اياهم سهولة فالمكسيك ما تقولهم ما عارف تكلمهم اسباني مثلا منو ما يعرف انت ما تعرف شوني حساسك انك تعرف عرفتك اذا تكلمني باسباني شوني يرد عليك مثلا يعني مثلا تقوله بداية احنا احنا اعرف كلمات غالية باسباني اعرف كلمات غالية باسباني اوه رح يرد عليك مثلا نو 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 أبلا اسمي خور كيمي وأبلا اسمي خور كيو عاربت انت تكلم محسن مني مثلا يقولك دوز ديس كوميغو يومين معي وخلاص مثلا عاربت اوه صارت هذي خمسة وعين يوم كل يوم قاد مثلا يطلون كلماتي ديدة تبت تبت تسوي شعالات انت تروح ماطعام تسوي شعالات اوه تعلم الكلمة مثلا شو بتاعك الماطعام مثلا مثلا يقولك بالعافية ولا شي رح تكرر روياك كل يوم تسمعها عطنا نبود نسمع احنا ابروفيتشو رح يقولك ابروفيتشو ابروفيتشو يعني بالعافية ايه احدا واحد من رابع حم سافر رياي المكسيك اوه ابروفيتشو ابروفيتشو ايه اقول له اذا شفت اياكل مثلا عين اطحت بعين اكل شي اقول له ابروفيتشو لا اهوض يوقف عند باب المطعم اطلع الوحمر ابروفيتشو 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 بس شفت الطريقة هذي رح يتعال خلاص هلو الكلمة مراح ينسهل وشنو من كثير ما سويت طريقة هذي كررها وايد اي لغة تبتكرر فيها الكلمات رح تعرفها اكتر خمسة اربعين يوم انت خلاص ما عليك رح تسولف معاهم انت بتعلم اكثر رح تتختم كل يوم الكلمات اللي عرفتها و رح يعلمك زيادة اعرفت انا تعلمت منك خرشو 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 اللي هي بالروسي شون تعلمت الروسي روسي بارمينيا ارمينيا رح تكتب الهوستل و قلت حق ما ترسبش علموني ما يتكلمون روسي اللغة الثانية اللغة الثانية اللغة الثانية بس تعلمونها مو وصل شون الحين بالمدارس يعطونك الحين التواقع من الابتدائي صح احنا على يامنا ABCD علموناها بالمتوسط اي كنا متوسط اي كنا متوسط اولا متوسط ABCD EFG كنا نغنيها حتى ما رح تستوعب الا بالثانوية اللي تستوعب اوه صح هذا صح هذا الان عرفت اي صح الانجليز ولا معطينا ما الابتدائي اي لان المتوسط لا موهم اصلا هناك عندهم الاسباني ارمينيا الا الروسي ماكسيك اسباني واللغة اسبانية موهمة التعلم ان من المكسيك اللي ارقنون دي موonge هم التكلمون في اسباني من memeanders بشكل ك Hai البرازيل البراظيل بتكلموا بروتغاليا و مص prostu انهم تكلموا إسباني حتى لو تعرف اسباني و عادت البرازيل تخبر الج Luv و الاثاني في سورينامي الخsters به دول اللي اللي التي لم تكلموا اسباني ب relatable والروسي تعلمت بفترة كثيرة طويلة إذا إسبانيا قلنا نقول 45 يوم الروسية قلت بس الإسبانيا على قدي حال 45 يوم والروسية هم على قدي ثلاث أسابق والله بس على قدي أنت دائما يعني أنت يعني أنت شفت الوضع لا أريد أنت متواضع بس دائما تبسط الأمم لا إذا ما زورت معي أنت لاحظت زورت معي تتكلموا معهم روسي بس على قدي لا أنا أرى ما على قدك أنا لا أريد أن تقولون بس أي شيء نبي كان يحدث يعني أنت تتكلم أنا أرى طواقع كنت أقولهم هذا بعلمة روسي بأخذ من 100 دولار بس مراضي مراضي صايد لا لا صايدني أعرف أني بخم بس شوف حتى إلى الرحلات يطلعوني إلى أي أسبوع في هذه الأسبوع أقولهم تريد أن تعلم اسباني تريد أن تعلم روسي أي شخص مصد إذا قال لي من بداية الرحلة له هذا الأسبوع أدري أن يتكلم شيء بسيط لكن يتكلم يعني أن يستطيع أن يقول مثلا خلال الأسبوع مثلا أريد أن أذهب أريد أن أذهب أريد أن أذهب عن طريق الباص ثم يتكلم ومن أجد أن يعمل كلها يمتلك ويعطي أن أجد أن أعلم قولها تساعد روسي أنا بنسمع لا لا أرمك لا قلها أنا بنسمعك التكلم بروسي بروسي عدد مثلا يأخذ شبا يأخذ لا 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 أفكر شنل اللي بقولك يا من غير ما أخور من غير ما أخور هالكلام إذا أنا في شغلات مثلا الطريقة اللي يتكلم فيها وهي الشعب هالدول أخذ راحتي وايد بالكلام حتى في مثلا سابو لأشياء أقولها بالمكسيك أذكرت قاعدت بالباس اليومي سابني ساب سابني سابني شخط فيني لماذا يعني لماذا ساب ليس لحد درجة يقولي شون يعني الباس 48 ساعة خلق أكثر الحاجز اللي بين راح نقعد 48 ساعة من بعض يطيح الميادة ايه 48 ساعة تخير راح يكونوا بياكت بالباس 80 ساعة هذا من شمال المكسيك للجنوب يطيح الميادة كي على طول كلهم بالمكسيك كلهم من نفس الطريقة كلهم كلهم يعني أذكر هوست اللي قاعدت فيه السولف مع ما أرسبش كان السولف أخذ بعضي معه وكذا قلت جربت الأكل؟ ايه جربت جربت هذا ايه ايه هذه الأكلة؟ قلت لا ما جربت الأكلة؟ قلت لا اوك اوك باقي نص ساعة على الشفت والحين بروح أعزمك على الأكل اوك كما قلت ترى بمكسيك كلهم هذي عرضت من مكسيك هل تقعد على الشاطئ بروحك مثلا؟ ايه كهد لماذا قاعد بروحك؟ تبتي لعب كرة طارة؟ تبتي لعب كرة غادم هنا؟ تبتي لعب كرة غادم هنا؟ ما تبتي؟ لماذا قاعد بروحك؟ تقول هادي قاعد مرتاح لا لا ما تبتي؟ ما تحب؟ لازم نساعدها بس أنا أنا أعتبر هذه الدول نفس جوي كل شخص غير عن ثاني في ناس ما تحب الإزعاج تلك أنا بسافر ما أحب أحد يلي يكلمني أنا أحب المكسيبي وما يليك عشان شيء تعال خنسوي هالشيء مغابل شيء في دول التيك مثلا يليك يقول لك ليش قاعدني بروحك تعال ترى أنا أسوي الرحلة أدفع لي فيها فلوس صح في دول لا بالمكسيكا تعال تبتلع بكرة تبتلع تسوي هالشيالات بل هذا عاد مرة تقول لك أنا أعزمك خاصة يحس أن يمكن أن تتسوي لأنني لا تتعلم لديك فلوس أنا أعزمك على هالشيالات شرائك لا لا أعلم فلوس أنا رح أتفع تعال صايدك يعني ليس على هذه السالفة بس كنتك مرات تقعد بروحك شوي ما يخلونك بالمكسيك وأنا أستنس على هذه السالفة أن يجيلك أقلها رح يسولف معك فاللغة رح تثبت وياك أنت تعلم لغة قاعد تسولف مع شيخ صديد لا تتعلم ما هو التجاربة ممكن يعطيك شيء مغامرة تسويها وياه وأنت ما تدري عنها من غير شيء أنت مخطط لها بشمال مكسيك مثلا شمال مكسيك قاعد بالهوستل وواحد مكسيك ودي أطلع الجبل واسم أحب أطلع بروحي يعني يسوي ماماونت وايكينج يأخذ القرر لليل يصعد أفوق وينزل فيه من حضارات أول مرة أجربها بس استمتعت فيها وبعدين صرت تسويها صرت تسويها بوروب زي نبي تغييمك حق بما أنه وائد ذكرت المكسيك يعني إلا أنا الدولة الأحسن عندي أفضل الدولة ولا حين بقى تكلم عن الشعب هلو شعب يعني لما أقولك الدولة الأحسن معناتها الشعب ممتاز لسعار معقولة الأكل زين الأجواء فيها مختلفة متنوعة يعني مثلا الشمالها غير عن الجنوب الواسط إذا طقي بالي أغير بسهولة أغير المكسيك اللي عارفة أنه هي ثانية أكثر دولة متنوعة بالطبيعة يعني طريقة الشعر فيها غير من منطقة لمنطقة بعد الصين يعني الصين أكثر دولة رحت الصين رحت الصين بزيتك المكسيك هي عندي أحسن دولة حتى لأنه مواصلاتها مواصلت عندي شيء مهم يعني إذا أغير عن المكسيك مثلا بجارتها أمريكا أنا عندي المكسيك أحسن بوايد لأنه بروح قرية صغيرة مثلا أنا بها المنطقة وطق بالي واحد يكلمني عن قرية معي أنا بروح القرية أروح أقرب محطة بسط محطات بسط عندهم كان قداش مطار مثلا وشلون ديش المطار طيران القطرية طيران المراتية وغيرها وغيرها تروح هناك شيء شركات بسط البسط فخمة بعد يعني دورين وفي حمام داخل يعني مرتاح أنت مسابق مرتاح حتى الكيشن والباص يريد لك لأخر شيء تنام يعني يأخذ لك لأي منطقة هلالشغلات خلييني أقول مكسيك أحسن شيء بس مو شرط أنه يكون هذا مقياسي حق الدول اللي حبيتها بس مكسيك لأنه كل شيء موجود دولة الثانية مثلا عندي اليمن أوه دولة عربية نفس الفكرة هم فيها تنوع بالطبيعة والتنوع بالشعل الشمال غير عن الجنوب غير عن جزيرة السغطرة مثلا تكلمون سغطرة ما تكلمون عربي يعني العربي لغة ثانية أستمتع بهالطريقة أنا أكثر يعني الدولة مثلا تروح أمريكا كلهم تكلمون أروح منطقة أقول رح تكلموا كان فيها محارفيا بس هاي فكرتي يعرف عن زين ندري أن الدول كل دولة تروح يمكن فيها ثقافة معينة تصالف لي عن الثقافات اللي مريت عليها بمجموعة الدول اللي رحت لها الأفضل الشيء اللي شد انتباهك الأسوأ من الدول اللي زرتها في رحلاتك يعني مثلا تخزم من تعامل الشعب بعد وشده الشغلات شنو الشغلات اللي شفتها مثلا إحنا لما تكلمني بالغليد تقريبا تغافتنا واحدة إذا مثلا تشوف عداد التغليد الشعب معين شده هذا أنا ما أهتم لها كيف ولا رح تحكم فيها ولا رح أقول رأي يعني أنا تراضد سالفة واحد يغير فيها أو دولة تقول حق دولة لازم تغيرون دعلا مو تغير أحنا نقول بك تغير شنو اللي شفت يعني إحنا مثلا نشايفين المحيط يعني مثلا جزر الفارون فترة معينة يصدون حيتان والدلافين وياكلون حيتان والدلافين على أنتقاد لا تسالفة من مويد دولة أنا عندي كيف كيف ما رأس أنا مع السالفة أن كل دولة كيف هذين عايشين شمس مثلا ألف سنة عايشين في الطريقة أنت الآن فجأة صرت دلفين حبيبك خلاص ما يصير هذا يأكل خلي يأكل لماذا يروح إلى البحر مع الجزيرة خلاص يصيد هناك ويأكل نفس السالفة فيها أكيد كل دولة فيها ثقافات معينة بس أنا أرغبتك ما أدقق فيها ما أدقق فيها أدقق في شغلة ثانية اللي هي تعامل الشعب اجتماعي ولا لا بس شغلة ثانية أشوفها أوكي تعلم عنها بس ما أدقق فيها لأنه موهتمامي موهتمامي في نص اهتمام هتروح مثلا حق قبيلة معينة بأفريغية مثلا المساية قبيلة مساية بكينيا ويعرفوا هذا إذا بيتزوج يجب بأسد ولا يعطي موهتم بقارة وشذا أنا أسمعهم بس ما أكن موهتمامي حتى المعلوم ممكن أقولها غلط الحين لأنه ما أكن موهتمامي وقت اللي يشرحون مو موهتمامي أنت رحت كينيا رحت كينيا بس كذلك أتطورت المساية صح؟ ورحت بس كذلك أسمع المعلومات بس عرفت لك أسمعها من هنا طلعها من هنا هذا حق الشغلات اللي موهتم لها موهتم فيها موهتمامات فين أهتمامات كيف حالك هتماعات مثلا تعامل الشعب الاختلاف مثلا كل مكان يتكلم لغة غيرة هذا يعاب اللغات خلنقول لغات طريقة حياته بالوقت الليل الحين بالعصر الحالي خلنقول مثلا ترجع شيء غديم عايشة موهتم لا أهتم لها التفاصيل يعني ما أهتم لها كيف حالك تقعد وياها تعيش وياها ببيتها أهتم في هذه الشغلات يعني شيء يسارف بطجكستان تقعد في العاصمة وفي منطقة صايرة بوادي اسمه يغنوبسكي خلاص بشيء بباري بروح لها ليش بروح لها آخر قبيلة بهالمكان فيه 14 بيت بس شنو آخر قبيلة بهالمكان يعني آخر خنقول هي آخر قبيلة اللهم عدادهم تقاليدهم معينة آخر ناس عددهم مثلا غليل خنفروض 14 شخص من هالقبيلة هذول 14 بيت 14 بيت 14 بيت من هالقبيلة هم الوحيدين اللي بقوا اي فأنت تقول آه هذين ممكن يروحون لأ وين الباجي ممكن ينغرضون هذا اللي يعني عربت وين الباجي ما فيهم ما فيهم هم غبيلة صغيرة مثلا ممكن شذيء حلو التفاصيل ما عرف لان لما رحت هناك ما شفتهم رحت لهم اي رحت طلعت من المنطقة ما كان في موصلة عضو تود لازم وتأشيرة يعني أشوف تأشيرة حاول بالدرب وصلت لها أقرب منطقة اللي دخلك الوادي يعني حين بالوادي فيها مشية أربع تيام أو ثلاث تيام أربع تيام ماشي عشان توصل للقرية وادي اي وادي وادي يعني جبال في مينك ويساري اي بس ما رح تصعد وايد انت ماشي الدولة مرتفعة بس هالوادي كل أرض من بسط اوكي الصعد خفيف نزل خفيف مو جبل مو جبل بين جبال بس ما قاعد أصعد جبل يعني منشيت وصلت لها المنطقة لا أريد التفاصيل لا تقول لي وصلت لا أقول لك أقول لك تفاصيل لا أنت الحين أقول لك تفاصيل تريد تروح المنطقة اللي فيها الـ 14 بيت بس عشان تشوف هالقبيلة اللي بلقت حلو تخافين غرضا روحت ولا ما في مواصلات أتوديك من باب القافة نراح لها حلو ما قالي شغلانا من باب شنو اوكي أنت الحين تريد تروح اي ما في مواصلات تتوديك حلو اي تأشير مولي الغرية لا بداية الوادي حلو الخطة السريع حلو خلص الخطة السريع اوكي بلشت ماشي 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 لمدة اربعة يوم حلو اوكي ثلاثة واربعة مذاكر يعني كلهما يمشوا أخيم أخيم مثلا على السبع من الظلم أخيم ووقت هذا الذكر ووقت هذا الغيم وإذا الجو لا يوجد شمس يجب الكعب خصم بالجبة إذا غيوم ثلاثة يام اليوم الأول امشي اخيم اليوم الثاني نفس الشي امشي من الصبح لساعة سبعة وانعم حتى اليوم الثالث بعد نفس الشي ثلاثة يام هذا ما شفصي هو لا شخص ثلاثة يام تمشي ثلاثة إلى أربعة يام ولا شخص ما شفت ولا إنسان والجو غيم بس الغيم يسوي لك تخيل ما في ناس تكلمهم ما في شمس ما شفت بشر تمشي اللين توقف تخيم تقوم ثاني يوم وتكمل حلو حلو زي أنت مشيت وكملت ما شفت إنسان شفت حيوان ولا هم ما شفت حيوان لا بالردة شفت لا ما وصلنا الردة لا تستعيل بالراحة وصلت ليه القرية ما شفت إنسان لا ليه القرية نفسها شفت شخص كان خلاص أخر شي وصل وصل الغرية في شخص مع أحمر شخص أول ما وصلت عقب ثالث أو رابع يعني كنت سابقا بشوي حلو كنت سابقا بشوي كنت سابقا بشوي يا وصل خلاص أنا شفت حيوان بالغرية ما في أحد فاضح واصلا قبل هذا ما في أحد يا نفس سألت فسألت كيف قاعدت بروحك بداخل الغرية لا لم أضوت على ما هي الشخص ممكن نص ساعة أو ساعة أوهو فقلت ثوين ما في أحد هنا كل أهل فترة يروحون يروحون مكان ثاني عرفت منطقة ثانية يروحون مثلا بالجبل بعدين يرجعون عرف متى يرجعون عاد يقولك مثلا بعد بعد شهر شي قاعدني شهر وأهل الغرية فاضي ما فيه بشر فهو قلت له نحن برجع كل شوم ترجع تتمشي يعني مسافحة بعيدة قال لي مش مش حطوا جناتك على الأحمار ولا أنت تبتركب الأحمار كيفك ويا هو هو اللي وصل من الرد وهو ردك ثلاثة أيام ايه لا أغال أغال تصير بالأحمار أغال يعني إذا كان ثلاثة أيام يومين عرفت لا يسرع حتى بالليل راح يكمله النومة تصير أقل عرفت بس تكملون تمشون طبعا بالنهار ما فيه شمس والليل ظلمة خرمس بالليل عادي عندي بس تاربت الصبح إذا غيوم أنا أكره هذا إذا ما فيه شمس لحظة فيه نور ما يعجبك لأنه ما فيه شمس بالليل ما فيه لا شمس ولا شيء ظلمة ما فيه رؤية عادي؟ عادي لأنه بالليل شيء طبيعي يصبح ظلمة ظلمة وأساسا بالليل ممكن ترى إذا ما فيه غيم إذا كان عادي ما فيه غيم ينور عادي بلا ما كان اللي بعيدة عن المدينة سوى القمر تشوفه أوضح النجوم كل شيء أوضح بس دائم الوقت كان غيم خلص تدري منتحط البالك بالليل ما رح تشوف شيء رح يكون ظلمة ظلمة بس بالليل خلاص بالمطر كل شيء أسود الغيم الأسود صحب كل شيء خلاص خلاص كعابة يلتب تشوف الشمس ما فيه فهذه لا سارفت بالليل أوكي متعود عليها أنت حاط ببالك فعادي إن الليل يعني ظلمة بس شوف سارفت الغيم فيها موضوع ثاني بعد حق أحلى صور تيبها الصور اللي يكون الجو مغيم وكئيب لا أعلم لماذا تظهر صور الشمس تجعل الصور بيخة قال لي هذا بحر أعرف أنت مكتب بس الكاميرا مستنسة من الغيم الكاميرا مستنسة أنت ضايق أنت كعاب خلاص تحسب تغتنك وما فيه شخص بعد تشايف أنت الكاميرا تظهر صور مبين أن الصورة فرحانة الصورة قوية تظهر تأكيد ثلاثة أيام مشايف بشر وما فيه شمس ومعنك تترك بطارية بطارية تسمع في السماعه الغاني شئ بالليل هكذا اللي يتنام أنا لا يوجد تسمع لأنك لا يوجد لأنك لانك بما يتنام لا يوجد أحد لا يوجد أحد هذا ليس لأساس هذا أساس بسوي شيء لم يتنام نحن اتفقنا انه بالهوستل انت تنزعج من الناس فتبي لحن ماشي نومك لسه اذا لحن غير منتظم ما تنام هذه لحنة حق نيب الليل ما في صوت هدوء عشان تدوخ هذه بس عشان تنظر تدوخ شوي بس يعني شي هادي تسمع تكون مثلا انت خاص بالخيه ما في شي تسوي انت بروحك تسمع شي هادي حق النوم لا لا استرد انت سوئ هاsei اتواغKK وا انا نايم امت قاعد استسمع عانوaa وقاعد استسمح هاي ابي عرر إما كلنا كلنا واقعاد ارح تسمع زاعج عادنيات زاعج طوام عادنيات ايه زاعج بس ارواحد قاية اس ban ايه لان ما في رع demonstrate عادي يعطيك تم موجود ليس منتظم لا لا يطيق واحد يسافر معاك يقول لك ترعالي حركني بس يا شام بقعد طول اليوم بس قد احرك فيك يقولك حرك مثلا انت مع قدها فيه واحد يسافر مع اي شي دي يعني يقول ليه ليش يحطوا سماعاتها قلت لك انت ما قدر انام الغرفة انت فيها ما قدر انام وفي الان صاحب قاعدين بهوستل بالمكسيك والله على المكسيك نروح ونروح اي اذا سافره غيره عنا اثنين اللي انشوفوا الان سافره تالت غيره كانت المكسيك وكوبا في المكسيك وتعرفت هالشخص كان معاني بمدرسة بأه؟ اي عذبت او ما عذبت او ما عذبت او لا لا هذا انا اوه اوه ظاهر وياك المدرسة او ما يتعد لا هذا كان النوع الثاني النوع التشرد ونوع علمي زانيه غليله فكان عادي يعني وانا بس هسطلات ولكن الشيء الثاني عادي باصات وشيدي وهي ميزانية لا يشغل فيها ميزانية هنا اكثر بيروح مثلا بالمكسيك هذي سيكس فلاكس مدينة مراهي وشيدي امريكية تقضي يعني شي مشهور يقول لي تعال ما يقول لي ما احبه الشيء روح انت بروحك فكان يروح نفس الشخص قلت لك وقت النوم كان شي اخر واحد مثلا اذا كان ساكنين فندق نحن عانوا بروحنا تعال تصرف بعدين وصلنا الهوستل اذكر واحد بريطاني كان يحذف عليه المخده يحذف على الصاحب يقول له يحذف 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 على كل شيء يحذف على شيء ثاني بتان ما يروح يهزه ونقل هزني شوي هذا لا يحذف على شيء الصبح اذكر قعدنا من النوم الصاحب قال وقت الريو اما كنت يحذف عليها ما يعطفني شامس لا يعطفني آم البريطاني كان يحذف لي قبل ان يصحب قبل ان يوصل اسلح انقذ Saab كان انقذنza», قال قلت لك إنما أنغكم وبعد عمس وأنا كنت تقول أن fought نوع أيضا سأخبر السبب البرطني قلت لك أن أسفzczarl ل גם أنشأ رفيتك نعم بعم beneath كان هناك إذن أحد فكان هناك إذن أحد أرى أنpt recuerayanي لأي前 parameters أي شيء آخر أطلع حتى يطالعك شيء مادر شمعت خلاصه يشوف اوه شخص غريب خلني اعدل نومتي وظهر اذا نامه مرتاحة لظهره هني يبلشون بس يحولها للجنب خلاص هذه المفروض من الأول يخدرون يعني دائماً أنا كون عندي اقتراح عرفت اللي الشخر مفروض يعطنه غرفة بروحه بالهوستل تخيل اني عسوي هوستل غرفة المشخصين غرفة اللي الشخرون غرفة الناس اللي ما عرفوا ينامون لأي درجة متعقد من الموضوع هذا عرفت في قصة معلت شخص صيني خليتها لفوني لا مو صيني شناعي بالكويت بالكويت صح بي بالكويت كويتي مو صيني لا والله ايه انا مكتوب عندي صيني لا لا الرحلة للصين علان حق الصين حق رحلة الصين هلا شخص كويتي هلا فترة اللي كنا نسوي رحلات فترة كنا نسوي رحلات قلت لك نسوي رحلات صح بجورجيا بقرغستان وبكينيا رديت لكويت جد الجواز شخص فهو واحد من رائع بدواني عندي يقول لي ما رأيك الآن خلاص خططتنا بسافر الصين بس قلت لي ما رح سوي بيزا ما رأيك لك قال لي انا نسوي لك كل شيء عطنا نسوي جوازك بس و انا نسوي انا نسوي ما رأيك نحط إعلان رحلة قال لي أنا ليس رائح الدولة لكي نسوي إعلان رحلة فكرتك خلاص ليس هذه الرحلة أنت قاعد تسوي رحلة ميزانية غليلة مدري شانو يقول لي هالمرة رحلة تشرد يعني أو رحلة كيفك كيفك سوي اللي تبي يعني تبو الناس إياكم حط إعلان وخلاص وكتب فيه هاي نقولك شانو كتب فيه حط إعلان قلت لك كيف كتبت حط إني تلفوني منزك لإنستغرام حط إعلان إنه اللي رحلة الصين المدة مفتوحة لغاية شهر مدري شانو لغاية الفيزة يعني شهر كيفك تبي يومين وترجع تبي خمسة أيام وترجع كل شخص كيفه المناطق اللي بروح لها كيفك هم كاتب كيفك يعني تبي تقعد ويانا ما عجبك تبت روح مكان ثاني هم كيفك الميزانية كيفك كل شكل شكل كاتب كيفكم الخطة النوافي خطة يعني بس نعرف بروح الصين بس إذا في أحد يبي خلي كلمنا على هالرغم حط الرغم تلف ولي في واحد كلمنا قلت له مستحية أو شيء بس في واحد كلمنا واللي كلمنا لنضح بقى ثلاثة ياما مع السفراء على ما يسوي الفيزو نحن سافرنا يقول ما يقول لكم لما يقول تعالنا بلا عاصمة وين ساكنين نحن ساكنين ساكنين نحن هو ما يجعل فينا سكنفندر يا حجاز الهوستل أول مرة تجرب حياته سافراء هوستل وهذا تأخذون ربح لا 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 خطة ليس خطة إذا كنت تريد 100 دينار ستذهب معي إذا لا تعرف مثلاً إذا كنت تجرب عني 100 دينار كيف سأستطيع سافر فيها؟ سأذهب معي في هذه الطريقة إذا كنت مثلاً ثلاث ثلاث دينار أو ألفين نحن نسكن في خمسة نجوم كيفك؟ نحن نركب باس نتركب تاكسي كيفك؟ نحن نلتقي بمكان معين كيفك؟ خطة لا يوجد خطة كواحد حر يجب أن يكون معي الشخص الأول الذي أضع الإعلان كان فكرته غير فكرته يقول أنا هدفي هدفي بهذه الرحلة كل شخص أضعه هدف أو خطة أول الذي أضع الإعلان يقول أنا ثلاث دينار لا أصرف غيرها ثلاث دينار لا أصرف غيرها أنت تصرف إذا رأيتني شيء يزيد عن ثلاث دينار لا تخليني قلت لك الشخص الثاني يأتي بميزانية أكثر لكن يأتي بمدة أكثر من الشخص الأول صاحبي صاحبي يأتي أسبوعين ورجع الشخص الثاني ثلاث أسابيع ورجع أنا أكمل شهر أو أكثر لكن أذكر أن الثلاث دينار أذهب إلى الجبل مثل منطقة اسمها منطقة شيان والجبل اسمها هواشان فكرة روحتنا للجبل كانت لأن الهوستل أسوأ هوستل بالعالمية في الصين كنت بدأ بالعالمية confirming كانت الثلاث دينار ثلاث دينار كيف ندين ثلاث دينار 창 تصين ثلاث ليلة بنز دينار أرخص من العاصمة هذا وأرخص من الباجي بايد يالله هذا ما رأيكم أنت نتسوى إحنا وياك نحن لا يبعد مستوى ما يؤذيننا ولا شيء نتحمل وصلنا الهوستل أنت رح تنام وياك تشلاب الهوستل كلها تشلاب داخل غرفة يتمشون كيف بالغرفة وها تحت أنا أتمنوا هذولي أنا أتصاح بالهوستل أتمنوا ثلاث ليلة وأنت توقع مثلا من الحمام فيه تشلاب موجود أحرط ملا أحرط فالوضع يقول لنا لا تناموا هني يا واحد صاحبي هذا ما الذي لا أعرفه يقول لي شوف ما ينفع على الهوستل دعني أروح أتكلم صاحب الهوستل لأن أشيل تشلاب يحاول يتكلم على تصيني تعال تفاهم هوا و هوا يأخذ جذب لا تشل لن تفاهمهم في الصيني لا تنفع اللغة لنعرفها لا تنفع هل سنتجد في الهوستل لا ترى الأحياء ما الذي تشلز عنها فإن أحرط هذا فإن أخبر نطعهم نتقل بأحراء ونرد في أخرى الوساخة موجودة فقال يقول بفكرة ما رأيك نطلع من الهوستل نطلع من الهوستل راح نطلع منطقة ما راح اغير الهوستل نغير نطلع منطقة اوك وين بارك عشوف جوجل موب في جيبل قريب خنروح له وكنا نحط نبال من الرحلة هذي نروح الجبل احنا اوكي يلاحنا محطة الغطار خذين الغطار ساعتين وصلنا للجبل المهم اننا بس نروح الجبل بننام بالجبل احسن من الهوستل هم بس فكرتهم منحاشين ما يريد ان نموهم بالهوستل لان انا مقفر وياهم ياتبي هذا بالجبل اتذكر صاحبي ايب شورت وجاكت خفيف بلوفر بلوفر الثاني نفس الشيء بس بلوفر وارنا بعد نفس الشيء نصف شمال كنت تتعيب واحد صعدين بالجبل وصلنا فوق صار بالليل وصار برد 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 يعني يمكن درجة حرارة اثنين واحد وما احد فينا مستعد طعا موابين خيمة ولا شيء ماذا معك؟ المهم بيطلقوا من الهوستل قلت لهم ان اذهب للجبل والنية تنامون بالجبل او ان تردون؟ كانت تفكر ان اذهب من رد ان اذهب من رد بس يحجزون الهوستل ثاني اذا ردينا انا قلت لهم ان اذهب للجبل النامن بدون الخيم بدون شيء بس اذكر بالجبل الوضع كان بارد على اي مكان اقولهم مثلا مثلا سلم وكان الجبل كل اسلال كل الدرقة مو نفس اللي رحناهم يعني طبيعي الصين ينظمون كل مكان اللي يغيرون الطبيعة يغيرون فيها بس ان انت صاعد الجبل كل اسلال امر قلت خلاص نعم وقت نعم قلت نعم سوى حركة الدودة سوى اي شيء يا رو سوى بس نفسك شديد بس رح تنام بدون حتى تسليباق او لا اشي ولا اشي ولا اشي تليفونك وراحنا هناك فصاحبي مو قادر يناب اتذكر ذكر حتى الحركة منافعوية حركة الدودة سويت الدودة سويت سويت كل شيء كل حوالة الزواحف كلها يقول قلت شلون نايم شلون قادر اذكر كل ساعتين يقعدني يقول يشوف خذت فره لقيت معبد هناك كلمت صحيح معبد قال اوكي تعالوا فرهنا حق هذا المعبد ندفه داخل شوف ثلاثة لا 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 كانوا منتفقوا ايه على اساس واحد عرفت روحي انام عند قال لا لا ثلاثة لا 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 انا مردت نمت عند المعبد الان مرة ثانية صاحب يظهر رائع قادي يفتر لقى هوستل في هوستل بالجابة ما كانت تدري عنه كان يقول الهوستل قال تعالوا تعالوا عادي بدون الفلوس الخطة هنا ما رح ندفع ثلاثة دينان صرفت مال تعالوا ماي بيزيد زياده قلت له اوكي رحنا الهوستل ثلاثة دينان ثلاثة دينان وفجأة كان واحد بس يدفع ثلاثة دينان قلت خلاص رحنا مبره عند بابل هذا الهوستل قلت قاعدني هم قاعدني بعدها بساعة قلت له و هو الثاني بعد الهوستل لا لا هالمرة اكيد كلمنا و خلاص وافق صاحب المعبد هذا اللي حارس المعبد قلت له اوكي عنده مثل الهوستل شون سيري رينش فوق بعض و كرسي و واحد فينا ننام على الارض انا متع الكرسي واللي اشترك في الراحل ننام على الارض و صاحب يخذ اللي فوق اعتقد اذا ذاكر صحي الصبح لما قاعد اتذكر قلت له ماذا نقتنع هذا عمس ركو واحد منهم ندافع لها دينار قلت له لماذا ندافع لها دينار اتفاقنا لا احد يتفاق ماذا لا يتفاق الهوستل اللي فوق تخيل كان ساره بالجبل ممكن قل على الشخص يتفع سبعينة و خمسين حلو قلت له خاصة سبعينة و خمسين سهل ارخيص اتفاقنا انه ما رح نتفاق لا بس سبعينة و خمسين لا لا خلاص احنا مستبردين بره اساس اتفاقنا انه ما رح ندفع الشخص اللي ضحكني بس اللي مسجل بالرحلة اللي ما عرفنا يعني ما رح نتفاقنا اتفاقنا انه ما رح نتفاقنا بس ويانة كان الي نتفاقنا على الخط اكمل حتى اذكر ما كان يمتنونا نتفاقنا 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 هنا تأشيرة ذكر كنت اقولها هناك بحيرة هناك هناك بحيرة هناك ما رح نتفاقنا نتفاقنا تأشيرة السيارة بدل ما تكمل سيدة فجأة اخذ ايمين وهذا صحي يقولي شنطريج سيدة لازم حق البحيرة قلت لا يا بس خنشو خاصة بقى رح نقول اوقف نشوف وين يوقف ننزل منها ودادنا البر بدل البحيرة ودادنا البر بر الصين بس ها تسعف رتصيني زيتها كانت انا السالفة يعني السالفة انه يحط اعلان بانستقرام واللي يجرب هالطريقة استمتعت فيها و عادة يكررها اذا؟ ايه نجرب خلاص بس الشخص اللي بيه هو يكون ملداي شون نحط العلان هذلك الشخص اللي يتحمل مسؤولية كل شيء كيف؟ ايه يعني ما عجبك طريقتنا سافت كيفك؟ ايه مثلا ما عجبتك طريقتنا مو غلطتنا غلطتك انت انت الوافقت انك تيهي يعني هذا كان فكرة العلان ما ابي من كلوس ولا شيء بس انت اشارك السفر اردت شون من جل انت هنينمت بره وكان عادي منك بره لم أعددت شئ الى اندخلك ايه لا اندخلك فقررت لك حتى قادت الصحيم قالوا لي ايه ايه شنع صبت انا انا ابي هذي النومة انا انا اعرفها انا انا اعرفها انا 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 اعرفها انا 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 اعرفها تقريباً يعني لا أعرف كيف ترجع؟ لا أعرف بالأعرف أنت يومنا هناك يومنا تمشي كانت تقول لي قبل كنت للميين أنام داخل الكهوف السياح السياحي نزلهم كيف حصلت؟ قبل القصة كيف حصلت؟ نفس الشيء، كنت في الهوستل و لم أخلص الفلس و أنت في كبادوكيا نعم بأطلع من الهوستل ولكن أقعد في المنطقة أعجبتني هناك أشخاص لا يحبون يومين تخلص أنا أقعد فيها أسبوعين لأن أعجبتني الآن ميزانية الهوستل خلص فهو يجب أن تصرف بطريقة التشرد ميزانية غليلة راحة هذه الفكرة بطريقة التشرد تدور مكان حلو حق نوم و يندافع تشكير المنطقة كلها كوف كلها صغار واحد منهم حتى الجنطة ينمت أرى صبح أو قروب سياحي القروب يتكلم لا أعلم بس هون يقعدون من نوم 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 لا تخاف شي قاعد بروحك بمكان ما في بشر و كهف و كاتب للشعر لألف سنة عمرهم أنا لا أدري صراحة أمرهم لكن شي قديم شي قديم و لا يوجد بشر و يقول سواح الفير عشان يطالعون من بهر ليس الفير ليس الفير ليس الساعة ستة الصبح ليس الساعة ثمانية ليس الساعة إنسان بروحك بس عادي يعني عادي عندك بالليل قاعد خرمس ما في أحد ما في صوت ما في بشر عادي نفس فكرة اللي بطاجكستان قلت لك مثلا ثلاثة يامات شفت أحد و قاعد تخيم نفس الفكرة نفس الفكرة المكان اللي في ناس أنت خيمتك وياك و راح تحطها مثلا نفس الفكرة بالضبط بس المكان قاعد يختلف إذا تعاوت على واحدة فيهم خلاص بس كلا عادي يعني عندما تصعد مثلا مكان هايكين و دولة أول مرة تروح لها عادي الوقت أنت راح يخنف أنت راح تشهر خمسة موسم هايكين يبدل شهر ستة أنت بشهر خمسة ما راح تشوف أحد بالبانية كذلك حتى جبل البالبانية عشان وصلها لازم تروح بعبارة منطقة شئنا اسمها فالباني أو ثيث عشان توصلها لازم بعبارة العبارة متفتحت بداية الشهر ستة أو قبلها بعد نهاية خمسة لا حين موسم هايكين ما بدنا مكان كلها ثلج وجده رحت مع اي خيمتي بس ما في أحد كل يوم نفس الشي قاعد أخيم أخيم بروحي رطيش كلها بروحي تكون متعود أردت هذه الفكرة أن الرحلات الكسيرة يعني هذه المالة الكبادوكيا البتركيا السبحان مثلا المكان المخيفي ما في أحد من يصير الصفح بيني وبين المدينة ولا شي رح حمشي للمدينة يعني مو بعيد أردت ما تصير من المدينة؟ ما تصير من المدينة؟ لا تصرف 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 يعني في تركيا من المنطقة نفسها أنت بس تمشي كل شوية واحد تعال شرب شاي تعال أكل ممكن عشان جانا عجبتني المدينة هذي مثلا أنه مو مدينة كبيرة المدينة الكبيرة بأي دولة تقريبا مو كل دولة بس أغلب الدول طريقتهم مو نفس المدينة المدينة الأصغر منها خلاص الشعب تترون كلا يعرف بعض الشعب تلاقي يعزمونك دائما متساهلين معك لو تقول لي ما قدر تفعلك حين بيبلك الفلوس بعد شهر بالمدينة الصغيرة حيتقابل هذي عكس المدينة الكبيرة المدينة الكبيرة ما تمشي لا تدفع مثلا يعني تقريبا عدد الدول اللي زرتهم تقريبا تقريبا توقع خمسين ستين سبعين خمسين ستين سبعين بينهم يعني يمكن خمسين يمكن سبعين ما حسبت ولا مرة ما تفكر تحسب ما حسبهم لأن أول شيء ما حاطب بباري فكرة عدد الدول اللي أنا روح له أنا أولي بزور كل دول العالم ولا حاطب بباري فكرة أن بكل روح له لازم أشبك دول معينة بسرعة بسرعة عادي الدولة واحدة عدد فيها ثلاثة شهر فمو مهم عندي عدد عدد الدول ما يهمك عدد الدول اللي زرتهم أنا مو مهم عندي عردت ما أحسبهم بس ممكن يكون من خمسين إلى سبعين في دول معينة مثلا عرمينيا و جورجيا وتركيا كل واحدة فيهم ممكن رايح لها أربعة عشر مرة المكسيك ثلاثة وأربعة مرات وخنقول المكسيك أقل واحدة فيهم قاعد شهر خمسة أربعين يوم وشهر فمو همك عدد الدول يعني ترى مكسيك بروحة كبيرة حيل ماشت فيها كل شيء هي ثلاثة وثلاثة ولاية عنا يمكن رحت سبع وعشرين مو سبع وعشرين عنا رحت أقل بعد من اللي كنت بروح له الصين الصين يعطونك فيزا شهر فيزا شهر ما رح ما رح تشوفها ولا شيء الشي اللي سويت بس من بكين ليت قريب غرستان حدود غرستان يعني بس فوق من الشرق للقرب هذا اللي قدرت أشوفه في النص الصين الجنوب الصيني ماشت ولا شيء ما يمدي هذا يرجع حق نغطة في شيء اللي انت يمكن ما تحب تذكره انت عندك كتاب يمكن ما ما نزل السوق ولا أعلنت عنا ولا بعته ولا شيء شيء بس حق ربيع حلو تسويت كتاب حق ربيع حلو ندري خلاص حق ربعك كتاب اسم الكتاب شنا سميته مشرد من الكويت نفس اللي كنت كاتبه بالإستقرام مشرد من الكويت اسم الكتاب الكتاب أنا يعني ما أقول قريته يعني طب انت فهمت اش فكرة اسم الكتاب صح؟ مشرد نعم فهمت فهمت أنا قريت مقتطفات منك حلو شفت لك يمكن في أحد الشغلات كاتب دولة بألف دولة أو شيء نفس الفكرة التي تقول لك أبي النقطة هنا هي نفصل فيها هناك أكثر انت نفصل فيها نعم فكرة نعم فكرة فكرة لان انت تقول ان ما يهمك عدد الدول فالدولة بألف دولة أقول لك السويد أول مرة رحت لها بداية سفراتك لها رحت وما لقيت شيء لأبي ما لقيت شيء لأبي اللي هو البرد لأنك كنت رايح وقت الخريف بعدها بشهران رحت الوضع غير كانها دولة ثانية البرد ومو بس على أن رحت تشمال حتى الجنوب كان غير بتروح بالصيف شفت فكرة شمال السويد اللي ما تشوف شمس بالصيف الشمس ما تغيب عكس عربة عشرين ساعة ما تغيب الشمس اللي باللجته ما تطلع كلش عرابت بنفس المنطقة فكانها دولة ثانية تروح الصيف طبيعه ماء بللجته خاص بس اللي تشوفها ثلج أبيض بس كلش أبيض أبيض وظلم نفس الفكرة على أي دولة ثانية أعرفت إن بتروحها مرة بسالفة الفصول يعني بتروحها مثلا بالصيف بلشته وغيرها غيرها حلتها وقت المناسبات يعني أتذكر مثلا في واحد مكسيك كان ياله هنا كان يشترب السفارة أول ما وصل لكويت وصل برمضان فضحيقنا كان يقعي راس الله بالواتساب ودقنا عليه في الفيديو يكون هذي أغرب دولة شاهدت بحياتي من الصبح لذي الظهر ما في أحد بالشارع بالليل يطلعون يعيشون ويقدنوا من النوم بالليل يعني هم مصح فسوها بوقت غلاط يا برمضان شاف شي عبال الدولة طول السنة جدي فتفرق لما شافها برمضان بس يخلص الشهر سيقولها دولة ثانية يقدوم من نصب حلية مثلا سبع وينامون فهمت الفكرة تغير الدولة كانها دولة ثانية وغير هذا التجربة حتى التجربة يعني الشخص بيك تجربتي أنا غير عن تجربتك أنت فيها يعني حتى إشترا الشخص يقول لك أعطني بالضبط أين سكنت أنت؟ أي فندق؟ شنو مطعم لك إليت فيه؟ أنا ممح الشيء لأني أعطي التفاصيل هذه لأن إذا سواها بالضبط خاصة ما يعني المسافرات؟ ما سافره كرر سفرتي بالضبط أنت تعطيه بس أوكي هذه المنطقة حلوة وخليش تجربتك بطريقته خليجرب فندق كيف أوه يدور صرت تجربتك تجربتك الخاصة كل تجربة كان هداولة ثانية كان هداولة ثانية فهذه فكرة؟ نعم حتى أنا أفصل فيها وائد من النقطة هناك ولكن إذا أتكلم فيها سيكون هناك وقت اختصار اختصار الفكرة نعم نسمع دولة بألف دولة هل تسمع الشيء لي؟ دولة بألف دولة نعم تفاصيل أنا أفصل فيها وائد أمثلا أمثلا أنا قلتك الشغلات الفصول الشغلات تجربة الشخص نفسها تجربة الشخص أنا مثلا بروح لها بطريقة طريقة أنواع المغامرات التي تحنها بالنسبة لي بتروح أنت بتسكن كل شيء أربع جوم خمسين جوم غير عن اللي بيسافر لها بميزاني غيلة بيسكن هاستيلاتها غير اللي بروح بطريقة تشرد بيشوف شغلات غير كل شخص بيشوف شغلات غير من الدولة الأخير مثلا تشرد أنت مضطرة تروح غابة تنام فيها مخيم وتشوفوا أجزاء ثانية من الدولة ممكن نفس المنطقة واحد ساكت تحت في ندق والشخص نايم فوق الجبل بالنفس المنطقة والشخص ممكن تختلف عرض من شخص هذا أكثر أبسكتك إذا أفصل فيها أنا ممكن حتى ناسيها حكم تجاربك نبي حكمة ممكن تقول لنا بكتابك كله حكم حكم وأشعار وأبيات شعر اكتباسات كل شيء هلو أنت ذاكر اكتباسات من الأشخاص نعم في كتابك الذي لا تشاهد نعم 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 أنت ربي واحد من ربي أنت ربي أدري أن نربي أنت ربي بس يعني كم شخص شافه عشرين عشرين يعني يعني الناس تشوف الحكم الذي أنت قايرها مثل النبي الآن حكمة من تجاربك هذه بما أن كتابك كلها حكم نبي حكمة ممكن توجهها حلق الناس حكمة حكمة حسنت أني حكم زمان لحظة حكمة مرة واحدة عربت حكمة ما في حكمة 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 لحظة لا لا تابعي نصيحة لا لا ما تغير السواق في غير عن الحكمة لا حكمة حكمة أوكي لا تحكم على شيء ما تجرب ما تحكم على شيء ممكن هذه يعني حكمة نصيحة حكيم ما شاء الله شون أو تابعي حكمة ثانية بعد نعم لا نصيحة نصيحة أعطنا النصائح قلت لك أنا أنصح الناس تفرق بين شغلتين ما أبي و ما أقدر مو كل شيء ما تقدر عليه إن شاء الله أنت مات بها بس عبالك ما أقدر يعني يعني هو حاطب باله يعني مثلا تقول لها نوع السفر هذي شيء الميزانية قليلة رح يقول لك ما أقدر بس أهو ما يبي عربي في فرق بين هذا لما يقول لك ما يقدر تفرق لأن أنت رح توري أنه يقدر ممكن بس إذا الشخص ما يبي وقال لك ما يقدر حتى لو تسوي له الطريقة رح يقول لك لا لا ما صارت أنه أساسا من البداية المفهوم غالط في نصيحة بعد ممكن تقدمها أوكي في نصيحة مثلا واحد ناس أشوفهم يتكلمون مثلا على السفر خلنا أفرض يسافر ميزانية قليلة ولا يسافر بالتشرد ولا أي شيء يقول على الشخص اللي يسافر بطريقة عادية مثلا فنادي خمزة نجوم راح يبي يبي يراح يستجمع هذا ما يعرف يسافر هذا ما يعرف يسافر ولا بتسافر بالطريقة عذاب ليش تسافر كل واحد يتكلم على ثاني صح كل اسلوب يتكلم على ثاني أنا أهم أن صح أن كل واحد لطريقته وما فيش يسمه صح ولا غالط بطريقة السفر كلها دام هذا وناسته بفند خمزة نجوم أنت تروح تقول لها غالط أهم استانس تقول لها راح يسكن هاستل ما راح يستانس بها والشخص الثاني نفس الشي عرفت اللي بالهوستل تقول له طريقتك غالط غالط راح يسكن ما راح تعجبه كلهم صح كل واحد لأسلوبه أنا أنصح اللي يقدر واللي يحب الشيء يحب يجرب يحب المغامرة دعني يجربهم كلهم بسفرة واحدة يكون حاجس من خمزة نجوم وعنده معه ميزانية ويسكن هاستل يجرب من باب التجربة اللي هو الميزانية القليلة وبدال التاكسي ولا بدال ما يجر سيارة يأخذ الباص بدال الباص يجرب تأشيرة حتى لو عنده فلوس التاكسي مثلا يجرب يأشير لا يوقف له خلاص خذ تاكسي بس يجرب من باب التجربة عنصح فيها التجربة هذي حكمة الحين لا ونصيحة لا انا بقولك حكمة ونصيحة ما باب اوك لان الصج اللي حاصل الاغلب انت عندك رحلة الحين يشوفها ينتقدها لا المفروض تسكن بها الفندر هو مو بس في الانتقاد اللي قايصيره مو بها بالانتقاد عشان ينفق فيه زر بس ان راي مو انتقاد ايه ولكن يعني انت الحين سافرت اوه كان ساكن بفندر يعني على سبيل المثال كنت في ايطاليا انا ساكن بفندر انت شفتك رحة ايطاليا لا انت ما تعرف تسافر ليش ساكن بها الفندر المفروض تسكن بهذا لان اوه راحلة فدايما الناس تنتقد رحلات الاشخاص الثانين لان يبي يسوي نفس ما اوه يسوي نفس انت مساق شفت الامت قادولي قول الدولة نفس الفكرة سيصير تجربته يبي الناس تسوي كل نفس تجربته دولة بدولة ارى تصير لا انت هالدولة بألف دولة كل شخص يسافر لها تجربته ليش تكرر الشخص الثاني اللي يحرف اللي قاعد ينتقد كل شخص يسوي نفسه غريب انا شوفها غريبة ليش تقولك غلط لما سويت هناك الناس اذا ما سويت هالشي او ما كنت هالشي بهالدولة انت ما سافرت لها ايبانا شون قاعد نفس الشي نفس الشي انا هذي نقطتي بس هذا راي منتقد لما يقول لك بس راي انت ما سافرت راية خلاص لا منتقد منتقد سفرتك هو منتي انت من السفر انت ما سافرت ليش اما ما كنت بهالمطعم مو كيفك وجهة نظرك بس مو كيفك انا سافرت راحت الفندغ الفلاني والمطعم الفلاني ورحت لمكان سياحي الفلاني اوه لا يبي تروح مكان سياحي اللي هو راح له والفندغ اللي هو راح له والمطعم اللي هو راح له شذي انت تفهم بالسفر فكل واحد يشوفها من جانب بس يبيك تطبق الجانب ما يبيك تعيش تجربتك يبي الهو سواه بالضبط في مجموعات بس انا اعكس انا اتجرب شيء اذا انا مثلا خذي خذيك تتخنفه سافرت باص كبير انت تروح سافرت وانا ناصحك الباص الكبير من هذه المحطة انت تروح داخل الباص الصغير من محطة ثانية ما لها شغل انا معاهي السالف حتى بعدين اشوف الشخص نفسه اوكي هذا الصجي راح اغيره شغلات يديدة راح اطالعه بس اذا قال لي مثلا ترى سويت نفس الباص ما راح تابع يعني خلاص راح اذكر سفرتي راح اقول ايه اوكي نفس السفر يعني شنو شيء يديد قلت حقي انا ما اضاف شيء يا ربط ما اضاف لي شيء وحتى تجربته هو لما يقول لي انصحني بشيء وانا مثلا حاط صور ولا فيديو اوكي راح عيش تجربة بس كل شيء انا مسوي يعني ما راح يستمتع فيه هوايه تعرف يغل من الرجل السمتاع راح تغل تفرق من الشخص اي شخص بس لاغلبي راح تشوف كرر سفرتك كلا نفس المطعم ونفس الواجبة يمكن بعد يباكلها نفس كل شيء كأنك انت مسافر يعني مو هو مسافر مو شخص ديد مسافر كأنك انت مسافر لانا كرر كل شيء يا رب يعني انت مثلا وانا نحن ترجع من السفر وواحد قيل لك عنها وقيل لك ما كنت روح لها وأنا سامع من هذاك الشخص لما اسألك كانت لون السفرة مثلا الشخص الثاني يقولي انا قيل لك نصحت بماك سويتهم انت من تقولي ايه كل ماك اللي رحتها نرعت بس ما بسمع سهل فتك خلاص وقيل لها من قبل اني انا اقولك لما الناس انتغت سفرتك يمكن لاني مو مدخن بس يلا اني نفس الفكرة انت قاعد تقولي انه واحد ينصحك وانت تروح وتسوي شيء انا اقولك بالمقلوب انه شخص هو اللي ينتقدك انت تبي تعيش تجربتك وهو ما يبيك تعيش تجربته يعني انا امكن اول مرة اروح سفرة اوروبا بحياتي قبل فترة جميع الناس كان قاعد يقول لي صوت شدي صوت شدي قلت له مايسمع منكم مايبي يطبق ايه انا اطبق اللي بمزاجي ايه و예ما رديت سمعت وات انا نفس الكلام تقول ليش ما رحت هالشي اقولي خطتي انا بيسمع شيء ليش رحت هالمكان مو حلو قلتلك انا مو حلو قلتل انتشفته انا بيشوفه انا بيشوفه انت استمتعت فيه؟ من أول يوم لآخر يوم فأهم دائما انتقاضي من البعض أنه يجب أن تفعله وإذا لم تفعله أنت غلط يعني أنا معك حتى بسبب الرحلات التي ننظمها هنا يمكن أن أجبرهم هذا الشرط لأنه رحلة يجب أن تفعل الشرط معي بعدها الفكرة مالات الرحلة ليست الرحلة تستطيع أن تسافر لأي طريقة تبيها ميزانية غليلة بطريقة التشرد بطريقة خمسة نجوم لكن هذه الرحلة ستجعله أنت المفروب في هذا الأسبوع أنك تعلمت كل شيء حتى لو كان يريد اللغة فيها كنت سأعلم اللغة ليس في وقت الرحلة أعني أسبوع ولو يرجع في الواتساب سأتصل إلى اللغة إلى أن يتعلم إلى أن يتعلم باللغة الثانية عادي عادي عندي لكن المهم أنك يستفيد من الرحلة أنت أبي تأجربه حتى عندما قلت تعال أكثر شيء اقتنعت فيه لما قلت لي أن الناس تستفيد أنا مع هذا السعر أن الناس تستفيد أنا أسمع أنه أنك تريد أن تفيد الناس أنت أكثر من أن تستفيد منهم من ناحية الفلس أنا قلت أن أستفيد قلت لك أن أستفيد سأعيش فيها لكن الطريقة نفسها إذا الشخص لا يريد أن يدفع لا أعجبت الرحلة لن أأخذ منها أستطيع أن أتصرف قلت لك أنا مستمتع بطريقة تشرد سأدبر نفسي ليس السعر لكن السعر يمكن أن تفتح لي السعر الميزانية القليلة كانت السعر والناس تستفيد كنت أستطيع أن السعر عن التشرد وعندما قلت رحلات رحلات فتحت لي باب أن أستطيع أن أخذ طيار وأذهب إلى دولة ثانية أكتشفها وأكتشفها وأكتشفها أكتشف الماكن الهائكينغ فيها مثل غيرغسطان أول ما أعلنه كنت أمي وعشرين دولة دشها من غير فيزا كنت في جورجيا رحلت إلى تركيا مطار إسطنبول حجزت تذكره ورحت إلى غريستان النرخص أهم من نفس الشيء كان خمسة ثانية دينار أو شيء من مطار إسطنبول رحت إلى غريستان توافاتح نكسي من أول قروب من هذا الشيء أولا ما هو الأول من الذين ذاتوا في غريستان لا يمكن أن هناك ناس أولا لكن في فيزا أول مفتح وبدون فيزا نعم من أول الناس توافاتح لنا ثاني يوم بعد ما أعلنوا بدون فيزا أنا هناك أنا قلت فيها شهرين رأيت الأماكن التي فيها رحت الهايكل التي فيها بعد أن نزلت إلى تاجكستان خمسة وبين يوم تاجكستان تذكر هي بدون فيزا عند الوصول لكن يجب أن تطلع الترخيص حق الجبال البامير هذا فرحت السفارة بقريستان طلعت ما هي الجبال البامير؟ الجبال في تاجكستان لكي تذهب إلى المكان هايكين؟ نعم يجب فيزا يجب فيزا خاصة ليس فقط في الدولة هايكين، تسعد فيزا تدخل منطقة كلها ليس شرط هايكين تدخلها بسيار يجب هذه الفيزا تدخل منطقة تدخل منطقة أكيد في صعوبات يمكن تلاقيها في بعض الدول بالفيزا أهم أنا سمعت أن أنت عندك فيزا حق دولة اختفتها الحين من وجود صح؟ من وجود الدولة أو شنو؟ التوت هو أشوف خبر هذا عرفت غزكها هي دولة أساسا ما تتعرف فيها من طرف واحد هلو يعني بس دولة واحدة ما تتعرف فيها هلو عربتها؟ الدولة كان اسمها الجمهورية ناقورنو كاربخ بين إرمينيا وإربيجان كانت إذا لديك فيزايتها بالجواز لا تتعرف فيها أعرفت؟ نفسها في كوزوة وصربية من صربية تقدر في كوزوة لكن العكس لا يحدث أعرفت؟ هذه الدولة ناقورنو كاربخ أرى خبر أدريجان خلتها اتفقت مع أرمينيا أول مرة أعلنهم أن أحاكم كاربخ وقع من تاريخ 1-1 في 2024 تابع أدريجان لا توجد هذه الدولة نعم، أنت بعد أدريجان رسمي وإنت فيزتها بجوازك ليلة نعم، قديم ها؟ القديم تصير ترى السالف الدول التي تكون معترفها من طرف 1 مثلنا مثلنا لو تروح أنت أبا خازي لا، وضح لنا أين هذه أنا أول مارس معك بين روسيا و جورجيا في أستيات الجنوبية بين روسيا و جورجيا هذه الجمهورية تتعرف فيها من طرف 1 يعني أنهم من نفسهم ملللين أننا نحن دولة بس أحد ما تعرف فيها بعضهم شيئا أو دولة واحدة ما تعرف فيها عادي بوقتي تتفقون مثلا خلص، إذا تبع روسيا ولا تبع جورجيا خلص، تروح الدولة حساسة أنها لا تتعرف فيها يعني أعرفت ليس دولة كبيرة تتكلم عنها فتصير هذه ما فيه؟ ولكن كنت قاعدة عندما رأي الخبر و شئ ذكرت فاجئة دولة مفترض تأخذ صورة حق الفيزا لا، على السابق هذه المنطقة ما صورت فيها ألا صورتين صورتين بس لكن شفتهم قبل يوم أن نجي قاعد أحد بالتك توك فأنا أضحك على الخبر نتوى صادف الخبر و قاعدت على الصور لنبي صعوبات الحين حاشتك صعوبات البيض أنا قاعد أقول لك شفت لما طلعت من الدوام هلو الحين أنا جمعت ثلاثة شغلات المفروض جمعت ثلاثة شغلات عندي الوقت ما كان عندي لما يصير عندما تكون تقعد داوم ما عندك وقت خلص شهر بالسنة إجازتك شهر بالسنة في الدول بعد أقل بعد نفس اليابان والصين تسعة أيام بسنة عندهم إجازتك ما تشوفهم يروحون قربات خمسة أيام يشوفون كل مكان خلاص صار عندي الوقت الفلوس أقدر أسوي رحلات وأطلع فلوس وأقدر أن حتى بدون فلوس تشارده تشارده والفترة التي أضعت فيها أنا متى بالعشرينات والثلاثينات أحسن فترة تقلت بصحتك صح الفترة بالعشرينات والثلاثينات دائما يقول لك هذا المثلث صعب تجمع يكون عندك الصحة والوقت ما تسميه في كتابك؟ تسميه النقطة كسر القاعدة الثلاثية القاعدة الثلاثية لأنني قرأتها في كتابك قاعدة الثلاثية أعتقد بين قوسين الصحة والمال والوقت والوقت فترة صغيرة صعب تجمع يمكن أن يكون هناك تسهيلات لكن يوم طلعت من ذلك كان صعب لكن الفكرة في هذا الفلوس نعود إلى موضوع صعبات الجواز أنت قدمت استغالتك وقاعد تسافر ورحلات وعندك وقت كشة أنت عندك هذه الشغلات مفروقة خاصة تقدر تذهب إلى كل مكان أقدر أقدر أني أذهب إلى كل مكان يعني لو بقعد عشر سنين عشرين سنة على طريقة سافراتي أقدر أني سافر عشرين وأفتر صح؟ كل مكان يعني أنت مساعدة قلت لك كم دولة رائعة قلت لك أنا مهمة من أفر العالم كله لكن لو أبي بهالفترة أقدر المفروض الصعوبات أنه لا نصدامت أمر الواقع تكتشف الشغلات اللي تقول مستحيل تسويها تجمع الشغلات يعني إذا شخص قال لك بس أفر كل دول العالم مثلا سوف نذهب إلى جوازنا سوف أفكر فيها لا ما أفعلها أكيد لديها جوازتان أو شي السبب أن ما يدخل يعني أماكن أنا أقول لك أمريكا الجنوبية مثلا قلنا أخذ مثال أمريكا الجنوبية في دول نحتاج لها فيزا في بعضهم ما في سفرات هنا صح؟ الآن أنت مسافر خلاص أنت تبقي رغزتان و رحت أوروبا مثلا و رحت أمريكا الجنوبية ما رديت الكويت أنت حين لك ما تطلع فيز ترد الكويت تطلع فيز لأن الفكرة أنك تسافر كمسنا صح؟ فرضا أنت في نيكاراكوا أو لا بدون فيزا وتنزل مثلا باناما صارت بدون فيزا كولومبيا أونلاين مثلا إكوادور بدون فيزا تنزل بيرو هذي فيزا تروح السفارة مثلا سفارة البيروفية بالإكوادور تقول لأبي فيزا يقول لك لا أرجع ديرتك سوي الفيزا وتعال ماذا أرجع ديرتك؟ و لماذا لا تطلع ليها؟ لديهم أتوقع لا أتوقع نظام شيء أن تتواهي في دولتك في بعض الدول حتى في أفريقيا أذكر في أفريقيا مثلا موزنبيق قالوا تحتاج فيزا من دولتك؟ يقولون تحتاج فيزا وكذا بس أرى بالإنترنت كاتبين ما تحتاج فيزا بس بالواقع تروح هناك عادي ردك من الأحدود موزنبيق 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 أبي فيزا موزنبيق قال لي لا تتواهي في كويت تروح سوهم ديرتك وتعال لماذا يردني؟ أنا وصل هنا بس باب الحدود بعدين أذهب إلى أفريقيا أذهب إلى أفريقيا بوتسوانا مثلا ناميبيا الفكرة أنك تسافر تكمل طريقك قال لي بيأمك دولة عجبتك تقعد فيها أكثر الصرف هذه مو سهلة مو ليبالك كنت حاطها البالي الناس شيء سهل بس الواقع غير الواقع الواقع عادي يردونك حتى لو معاك حق يعني مثلا تذكر أنا مصر بروح إلى أثيوبيا أثيوبيا مطار الفيزا عند الوصول مطار مصر مطار مصر موظف الطيرانة قال لا مطير وين فيزتك لاثيوبية قلت لها سوي هناك عند الوصول يقول لا لا يجب أن فيزتك وخلاص وهو عند السلطرة يقول لك لا راح يوقف وياك شيء لانطيغ طيارة وخلاص ايه بعدها راح تقول اطلت عن طيارة بسبت غلط المواطر راح يقول لك خلاص راح أقدم شكوة وقعد مثلا بالدولة ثلاثة سابيع وإذا الدولة مثلا في هواي تخل نفرض مشاكل ولا شيء قضايا قضيتك توصل بعد ستة شهر ما تسوي أعرض؟ تخترب الخطة إذا كنت مخاطر مثلا اوه صار عندي وقت وعندي فلوس عندي هالشغلات مو شرط انك راح تسوي هالشغلات اوه باخذ لي سنة واسافر مو شرط راح تلوط وياك مو بها السهولة في مرات يردونك مثلا الدول تقول لك ليش تذكرة وانوي عبي تذكرة العودة هذا ما يسلمون حكا الجنسيات يعني انا شفت مثلا الأوروبيين يسافرون معي حتى السؤال ما يسلمونهم بالمطار شيء سهالة عرفت لبعا سهالة احنا وين ثلاثة أربع ساعات تحقيق السئلة وين أنا شو اسمه وين تذكرة العودة تصفح لهم ببريطانيا مثلا قالو وين تذكرة العودة قالوا ما عندي تذكرة العودة فكلا سافر وين مثلا شوف وين من تمسافر صار سنتين ولا شيء كلها سافر وين قالوا لازم تذكرة الحودة اش داران انك تطلع من الدولة اوك اش دارك ان اذا عندي تذكرة العودة بس تخدمها نفس الفكرة لازم سألها هذي شوي تردعها بطريقة بنفس الاسدوق أخصد السؤال كان شوية غابيت الجواب على أبي بجواب غابي أقول الحين يقول دور مشاكل لا لا ما دور فأنا ذكر بليتوانيا عبر من بيلاروسيا إلى بليتوانيا موظف الجمار أنت هاي تشتغل هنا لا لا ليش أشتغل بليتوانيا لأن كل الأسبانيين يشتغلون هنا أقول أكي أنا جوازي ليس أسباني السؤال الغريب على روض ليس أسباني أنا أكيي لكن كل الأسبانيين يوجد هنا أنا ليس أسباني ليس أشتغل هنا نزين أنت هاي تتزوج هنا ما ده شيء للدولة ما شفت للحين ما شفت شيء ما أدري لا تتزوج أو لا ما تشترني ما رح تزوج إذا بيتكلمون نفسه ما رح تزوج إذا البنات نفسه شئي ها هي واحدة موظفة ايه موظفة جواب كانت تضحك هذين هجوا في عرفيجات يعني خلاص خلاص طوفي شابت شابت سألتها عرض شوي غريبة ولا جول قالت الرد عليها ما أدري ليش بعد فيه شغلة لاحظت لما تجاوب طريقة عادية يقعدونك 4-5 ساعات لما تجاوب هذا الأسلوب يقول لك أروح فصار دائما خلاص إذا السؤال نسأل طريقة غريبة غبية راح أرد بطريقة أغبة منها شنو في موقف بعد شنو يعني فيه مرة بروح وياي واحد كوري كوري عادة بروح أصلا نسالفة بعد كن نسام عندنا بصوان كوري صح صح لا قصة صحي ايه عادة بروح أساسا كان بروح شفت بتركيا بكوادوكي المفروض لنا بروح أمريكا الجنوبية صلا دافت بالهوستل قاعدت تسالف ويأجي برا قاعدت دخن برا برد وياي هو نص جم درجة الحرارة مائنس 12 مائنس 12 قاعدت دخن برا يقول انا كنت بالهند توقعت تركي حر نفس الهند عجبتني الشخصيات انا قلت لك احبت الشخصيات هذي انه بس يدي مسافرة ما يدري شنو خلاص دام الهند حر تركي حر دام تركي حر شمال السويد حر تفكي رغبي بس ان راح يستمتع بالسفر الشخصيات هاي تعجبني قاعدت يقول ليش 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 تروح هناك احنا عندي رحلة افريغيا بروح افريغيا بعد تركيا تعال معايا افريغيا يقول لي انا طباخ مشكلة خاصة انت طبخ وانا عندي الخيمة ش رايك يقول لها بامريكا الجنوبية فيها مثلا يقول لك البرازيل فيها الشلال اقوازو بين البرازيل وارجنتين قلت لها بسيطة شوف لما تعرف يقول لها ادوش مثلا كوكل اكتب اسم الشلال اكبر شلال افريغيا اللي هو فيكتوريا فولز ها فيه شلال وانا ما فيه شلال راح نروح له يقول بس هناك فيه شواطع ها فيه المحيط الهندي هنا احلى اهناك فيه جدا ها انت خلاص تبيه خلاص هذا الشخصية عجبتني ها ما كثير لانا مسافرين صار لها ستة شهر وقلت له ما كثير بعد قلت له يمكن بعد ستة شهر ايه ستة شهر هلو ها ستة شهر ها ستة شهر في افريقيا حلو اليوم او شي ليس مقتنع اليوم اخر اوكي 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 افريقا اوكي اوكي وقلت انت شخصية انا لا اعرف انجليز وهذا يتعلم بالستفر وهذا يتعلم انجليز ضحكنا يتكلم عن نفسه بصيغة الشخص الثالث عبدالله يبي ياكل ماذا يعرف فهو يتقول جي وان واند باينابل ايه فتضحك انت اعرف هذه السابة حتى صدج الاناناس احنا بوقع انهم مشهورين بالاناناس من المشهورين بالاناس اوغاندا اوغاندا و كنا بالعاصمة زحمة بشكل لم ترى زحمة بالعالم مثل عاصمتهم يقول من كنا يجب ان تحصل من خصوص من خلال من خلال من خلال من خلال من خلال من خلال و ندخل نحن نحن نذهل في رواندا وهذا الكوري كان قابل قابلها بين الناس رأيت الأسعار وقابل مواقع كورية و الناس تساخر من كوريا قلت بالله غالي لنقول لها مابي تولى بلوصل قريب الباص محطة الباص لنقول طالع تريفون يقول لك جيوان وانت بينابل دعنا نعود اسمه جيوان يقول جيوان وانت بينابل يجب ان انا ناس قلت لن نعود ماذا يتكلم عن نفسها نعم نعود طول السفر قلت لن نعود قلت لن نعود قلت لن نعود زحمة السيارات عندما يكون الشارع توقف تخيلها بس على المشي انت لا تكرر تمشي يجب ان يدزك وهو يدزك منه يطف نعم منه يطف شك في نيلتك يقول لي يقول لي لا بينابل لا بينابل لا بينابل لا بينابل مكان ثاني يروح بوغندا بعد نفس الشي يشوف الفواكه مثلا ياخذ تفواح لا بينابل لا بينابل يعني اخذهم مكان ثاني لا بينابل يقول صاحب الماصر دعني ايبلك هذا ونرجع ماصر يعني بعد ما نخلص الرحلة نرجع ماصر يقول لي بعد سارفة يأخذ التفواح يقول يقولها مواجبتها يقول يقول انت بتيب العشوائيات سنضرب يقول يقول مو تخيل العشوائيات يقول لا بينابل بس انا الشخصيات حتى بالسفر اللي يكونوا في هالطريقة سافروا يوم مدة طوال وكملوا وياك ايه اول شي ليش اوه عاد عندك كل شيء ثاني شي يضحك يضحك مولا انا بس انه يقوت نكت مواغف راح تضحكك وياه اوه وفي واحد ارجنتيني سافرتوا وفي هذا يضحك مولا في بحرين ما سافرتوا بس شفت بطاجيكستان كانوا ياب الهوستل عادي من النوع اللي عجل اللي راح معاي صين قلت لك اللي من استغرام اياه والثاني بسهولة روحوا ياهم عادي نحن بما ان احنا بالاصدقاء نبي بس قبل هذا قبل هذا قبل هذا انا بطار الكوري على سالفة صاحب ايه ما ذكرتها ايه 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 سافرت الكوري اللي كنا من دشمتها محطة الباص من روح لي رواندا على الحدود احنا السكن الكاوتسيرفينغ هذا اللي قلت لك تسكن مع شخص بفريغ قاعد اساكن مع ناس فانا اللي قاعد اكلمهم وقلهم اثنين ايه نحنا انا واحد كوري بالحدود اصحين ختم حق الكوري طبعا ما يسألونهم آسيوين براء احراط ما يسألونهم طفوان جي قلت لا آسيوي يسوي مشكلة كوري يقول لك مستحيل هذا هذا نبي هذا 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 الولد هذا سألني وين راح تسكن قلت لهذا كيف تسر مع الشخص قلت لا اتصل عليه قلت له اوكي اعطني التلفون اتصل عليه وكان وقت السعر بالفير قال لي لا من التلفون لك انت شاف حين اللوي هذا اللي وراء نزعجوا عارت المنازلين من الباص قال اخرهم انا فواحد ايه قال لي هكتلفون تكلم تكلم دقيت عليه مارت تلاقي نايم ما للجمارك نفسك اقول لا ما الجوازات قل لي لا ما يصير الطوف قلت له لاحظة ما يصير الطوف لأنه ما عندي سكن ما ارد صاحب سكن قال لي ايه هذا السبب فقل قال لي ارد تلعي انت شذاب عربي قلت له اقول هاي شو نغزدك تلت خضاني على الجنب قل لي شو نغزدك تلت قلت له ايه ما تشيت لشان سكن شوه اندش الكوري قل لي كوري من الكوري هاي مبهلك كل الخوال لا فارق وأنا من هو يكون الكوريا شوفوا هناك وبعدها من نفس الشيء الكوريا وهذا مشكلة تفريغية بالحدود أغلبهم لازم تدفع عشان تمشي يعني لا يعطلونك في الطريقة لازم الكوريا كل شوية كل جوازات قاعد نتعطل فيها أشوفوا ي عبد الله وات هابن عبد الله تقول لها مشكلة يروح يتفعلهم أقول لا تتفعل يتفعلهم عنك عني عشان هو أول مرة بروح بأفريقيا ويبي تكمل وياه عربت يبي تكمل وياه قاعد يدفع 50 دولار 50 دولار قلت لها تدفع حتى أذكر في واحدة قلت لها إذا دفعت خلاص راح مش راح أرجع راح أرجع يعني في واحدة أذكر بدفع فيها رديت أنا ما كملت بها طريقة بايخة شوية عربت يعني عقبت أن بولي بساعدك بساعد بس بس أنا ضد الفكرة خلاص بيردونك خير يردونك راح أروح دولة ثانية عبد مو شرط أن أكمل مو أول مرة تصير مثلا حتى لو يدون سبب يردوني من دولة مثلا وما يخلوني أعدش عادي مو أول مرة تصيرو إياه راح أغير وجهتي أروح مكان ثاني مو راح أستمتع بالدولة الثانية مو شرط حاطبالي مثلا دولة ودي أروح له ما صارت راح أروح مكان ثاني واستمتع بالمكان الثاني عادي صارت بجورجيا وقفني بالوحدود يقول لي أنت منتحل شخصية عبدالله القطان أوك أنا منه الحين أنا منه صرت يعني قل لي لا خلاص مجزا لدخلك فتصير مرات عروت ما ستشير يا أطاي ايه عادي بعدين أذكر راح تركي قال ليش ردك هذا قلت له أعطاني لو رقا يقول لي أنت منتحل شخصية يقول لي لا شنو كيفه ما ديش طار بس أذكر إيه تنا التركي كلمة نحرج من شغله و لأنني نحرج قدامي التركي لماذا للجوازات تخيل خذاني خلص دواما سوالي طبعا كان وقتها فيزا حق تركيا كتب ليها هورقية وداني مطار طرابزون كان أقرب شي عجز لي تذكرة حق تبليسي عاصمة جورجيا كله بفلوسة هذا التركي لأنا منحرج مني عرض ما قد يقول لا مو كيفه الآن الآن تدخل رأي هناك ما صارت ويا ساعدك ساعدني وكنت لازم أروح جورج لأنني عندي رحلة ناس يعيين عربت عندي رحلة لازم أكون جورج ويوم لبعد وهذا يقول أنت منتح للشخصية كنت متخيل موغف أن قروبيا لك ونت تكون دولة هاي ما قدر دش أنا منتح للشخصية منتح شخصيتي هذا منتح شخصيتي اشراحة عاد حكم شنو يعني غصدك تستقبط خليتنا نسافر اشو التشرد ضيع عبارة هذ الخطة هذ طريقة الرحلة نرد مرة ثانية سألتك سؤال ونت رديت لك اوك 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 تكلمت عن الأصدقاء وليوياك وفلان وعلان نحن قلتك عشان سايف تزقارة بس يلا اوك ها؟ مطارقة عشان سايف تزقارة قاعد تطعي الفكرة من الدولة لها دولة لها دولة قعيوني معك كل ساعة واحد من الدولة نبي موصفات صديق السفرة من هو أحسن واحد يكون هكذا السفرة انا كل شخص عندها فهمها انا رح تتوالموا اياه انا شفت هنا في طريقة الكوري ما عادة سوفت راحي قاعد يدفع لهم او الارجنتيني باحد بقرغزتان ان عادي خلاص شنو عاطم المواصف انت قاعد تقول لي المواصفات ايه المواصفات نفس قلت لك كان بيروح امريكا الجنوبية قلت لها تعال افريقي غير خطتك كلها من عادي غير خطتها اه الشخص مسافر مثلا سنة ما يدري وين بيروح ما يدخل اجواء الدول اللي قا يروح لها حر برد مو مستعد من الملابس اعرفت اه الشخص سهل يكون اعرفت سهل انا سميه سهل او هو بيقعد الصبح انا بقعد بالليل خلاص ما راح يقول لك ليش قاعد بالليل مفروم نقعد الصبعة اثنينة ريلي على ريلك لا هذا مستحيل اكتر اصاب ريلي على ريلك اه ابي اكل مثلا اه لازم هو يختار المطعم ما بي اكل انا اختار المطعم عادي ان نعيو اياك بس ما بي اكل انا شخص ممكن يقعد لك انا اختار المطعم اجرب لك هذا ما ارا ما انا فعل يستفروا اياك انا ما اقول لك سولت بي كيف سولت بي وهو يسول لي بي معها ان شاء الله وخاصة ان اهم شيء صح اهم شيء اهم شيء نقدر تكلمنا فيها ببداية الشخص مفرض يقدس اللي ينام شخص يقدس اللي ينام واحد نايم لا تقعده خليك يما انت وشوهو مدرما يقعد هني يبلش يومك اياه اذا انت ما تعرف تسوي شيء بروحك نطرا يقعد بس لا تقعد من النوم شارفة قاعدني من النوم خلاص خرب استفره عكاة اه ايه مو نفس الاجواء الاشخاص اللي جدي مو نفس الاجواء شارفنا مياك الحين يمكن ساعتين ونص ما شاء الله و صالفنا عن واي الشغلات كان مفروق بس هني الطفوية شان صار كل شيء احسن ما صار بالشغلوب و بالمقلوب كان يحتاج ركز اكثر مع التركيز اتوقع في شواره ضيعت مثل يوم قلت لي نفس نقطتي بس كل شيء قلت بالمقلوب صج حاهاهاهاهاهاهاهاهاها مو مركز بي اذا صج صج صغيرة شدي ما قوله؟ هذا انا استمتعنا هايد وياك للابد عبدالله القطان عبدالله توفيق شوف هذا زميل الدراسة رازم احفظ اسم الأبو قبل العائلة هلو الله أعطيك الصحة والعافية استمتعنا وايد في السؤال في وياك وفي القصص والتجارب اللي سويتها ويمكن أي شخص يعرفك من أول ايه تتعلم بالدواوين رح يصبح أكثر أي شخص يعرفك من أول رح يكتشف شخصية يديدة اللي صار ايه اللي ما عرفون ايه مثل ما احنا كنات شي قبل عايش ايه في مكان معين شون ما قام يقعد بهالمكان ما قام قعد بالدولة كله مسافر وماشاء الله أكثر سافرة تقريبا أربع سنين يعني أنا بالنسبة لي شي عظيم وانت دائما حتى سوالفنا العادية دائما تقول شي عادي ايه احد يقدر يسويها كل ما احنا نشوف من صوبنا ان الشي اللي انت مسويه صعب انت ردت فعلك ايه احد يقدر يسويه بس ان انا اللي فهمته الحين منك خلال حوارنا ان انت مات بي وبس تقدر تسويه نفس اللي بداني يقولك ليش ما توقف تدخين لحين عزقه ربس اوكي ليش ما توقف تدخين يقولك ما اقدر انا عندي لا وهو ما يبي انا جواب دمج ما ابي مو ما اقدر 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 اقطعها الحين اقطعها بس انا ما ابي ما تبي تحتاج هذا الفرق بين اللي ما ابي و ما اقدر شوفك على خير ان شاء الله وننطر الطلعة الياية الخطة الياية بعد العلاج ايوه على طول صيدي كان ايه بعد العلاج هذا راح تبين حتى طريقة الزفر راح تصير اذا شفت انه في صعوبة بالحركة وايد راح اسوي السيكل بداء القاري لما قلت لك انه في خلق يبين الشهرين من شنين تفكرت منها الحين انه اذا تعالجت ريولك ممكن وكانت صعبة لحركة مثل القاري مثلا اجرب السيكل لانه ولا مرة جربت السيكل عربت فممكن تكونت اجرب ريديدة ممكن الكل قاين صح فيها و الكل قولك ممتعة بشكل يعني شي غير وهذا وما اجربت مغامرة ريديدة وكل اشلاء بس منتظرين وبالسلام ان شاء الله ونشوفك على خير يا حبيب هياك الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة